إيسا بتفتح السيطرة عشان تدخل براه لقيته قدامها سألها أنت ماشي ورايا ليه؟ قايت له انت عرفت منيني أن أنا وراك؟ رد عليها خطوات رجلك ورايا بصت أريان يمين وشمال وقايت له تعالها قطي الليلة تغرب وقال لها سيدتي آسف بتقولي إيه؟ قايت له آه فهمت انت عايزني أقدم نفسي طيب أنا أريان برونز والدي هو كونت برونز وزي والدي بالضبط أنا بحب العقود والصفاقات وكمان أنا كويسة جدا في تقديم الاقتراحات المغرية حسنناك النهار ده وهعلق منديل أبيض في الشباك وظن اللي يقتك هتساعدك مما إنك مبارس عبقري إنك تتصلك كم دور بس أكيد هيكون حاجة بسيطة مش كده؟ ولا إيه؟ تمشي أريان وتسيب الشرط في حالة ظهور طبعا عاصفة حدد قدامه مشيت بنت من عائلة غنية تتربف القصر بمنتهى القصوى وتعاني من الجوع والحبس بس عشان لما تكبر تكون مجرد عشقة الولي العحد هتتمرد على قيود دي وترفض إنها تكون مجرد دمية تم التحكم فيها واعتامل خطة علشان تهرب بس هتحتاج مساعدة من الضوء كايان فقالح يوافق يساعدها يلا بينا نشوف تبدأ المنوها بأريان أو السيدة الملائكية وهي مشى من دور الأيتام وبيوضحها مدير دور الأيتام وبيطلب منها إنها تزور الدور مرة تانية لأسبوع المقبل وبيبوس إيدها وبمجرد ما يمشي مزير الدور بتبص بقرف على الجوانتي وبتدي الجوانتي اللي كانت لبسها للخادمة وتطلب منها إنها تحرق وتركب أريان العربة عشان ترجع وفي طريقها بتسمع بنات بيتكلموا عنها لما يشوفوا عربيتها فتقول واحدة فيهم دي أريان سيدة الإشعاعات ترد عليها واحدة تانية أيوة دي بنت الملائكية لكونت برونز سمعت إنها بتتطوع في ضرق أيتام في نهاية كل أسبوع نرجع بعد أريان اللي في العربة وسامع كل اللي بيتقال عنها قلت نفسها أنا لحفظة لحد إمتى بمثل الدور ده أنا مش ملاك تفتكر أريان نفسها يوم عند ملادها من 8 سنين كانت مجرد طفلات وغيرها بتعيش في قصر ضخم أساسه فاخر ومليام بالدهب بس هي كانت فيه متسولة وحيدة والدها كونت برونز الراجل غني جدا حبسها بس عشان يبيحكى سلعة مكانش مهتمة بأي حاجة تخصها وطبعا الخدم استغلوا ده وكانوا بيعزبوها وجواعوها وهم كانش مهتم إيه اللي بيحصل فيها مدام جسمها ما تضررش وما كانتش أريان تقدر أنها تتكلم لأنها مهما تكلمت ما كانش بيبقى في نتيجة بس يوم عند ملادها كل حاجة تغيرت في اليوم ده كانت جعنة جدا وكانت عايزة تاكل على الأقل عشان ده يوم عند ملادها وفجأة دخلت رئيسة الخدم على أريان ومعاها ترطا وهي بتتحك لها وبتقول لها أن النهار ده عيد ملادك لازم تأكل كويس عشان أنت هتظهر للناس لأول مرة في عيد ملادك عيد ملاد سعيد تفرح أريان الطفلة الصغيرة وتكون مش مصدقة تشكر الخدمة وتقول لنفسها النهار ده عيد ملادك يعني مفيش مشكلة لو أكلتك كيكا تضحك الخدمة لما تلاقي أريان مش عارفة تأكل الكيكا وتقول لها أنت مش عارفة تأكل الكيكا إزاي أنت ما أكلتش كيكا قبل كده يعني أنا هأكلك اتفضلي وفعلا تضيها قطعة من الكيكا بس تتفاجئ أريان أن الكيكا مليانة طراب تكتشف أن رئيسة الخدم وباقي الخدم كانوا عاملين مقلب بس علشان يتحكوا عليها تتعصب أريان وتقول أنتو عملتوا كل ده بس عشان تتنمروا عليها تاني ساعتها تنفجر وتقوم أريان من الأرض وتجيب الخدمة من شعرها وتضربها الخدمة تصرخ من الألم والغيز تروح جارية الخدمة من أريان عشان تشتكي للكونت تروح الخدمة للكونت وتقول له شفت يا كونت عملت فينا إيه أريان وطبعا تفتكر الخدمة أنه هيقف جنبها ويعاقب أريان وده لأن الخدمات كانوا دايما بينادوها بالفدال مهكورة كانوا دايما بيحسوا بالنشوة والنصر لقدرته مع الإهانة بنتك كونت والتحكم فيها والصراط دفاع للكونت ما كانش متوقع للخدمة لأنه تعصب وسألها إزاي كان مجرد خدمة تيجي وتغلطي سيدتك وكمان تشتكيها بكل فخر تفاكي الخدمة وتحاول تبرر موقفها لكن الكونت ما يسمعهاش ويأمر بطردها رضي فعل الكونت ما كانش مفاجئ بس للخدمة لأ كمان لأريان تتصدم أريان من رضي فعل الكونت وتقول السهولة دي صد ليه بدلت ساكت كل دم دمه هو بالسهولة دي ومن هنا فهمت أريان أنها لازم تتعلم تستخدم قوتها تستخدم أي حاجة عندها وتمثل الانسجام في المصرحية لصناعة حق كنت وتبتسم وتقول إنها مش هتكون السيدة المتيعة تاني نرجع تاني بقى الأريان وهي في العربة وراجعها للأصر جات مكسفها جداً طول الطريق من البهرجة المبالغ فيها للعربة واللي كان أهم من البهرجة دي إن كان بيبان كم ميت الفروزر تصرف عليها والرغم من كده هي بعيدة تمام البوعل عن الجماد ووسط كسفها ده بيعدي جنبها عربة سودة مش عليها أكتر من شعار العيلة اللي بتملكها وكانهم مش محتاجين يتباهوا بصروتهم زيها تقدرش ساعتها أريان تستحمل العاردة وتطلب أريان من السواء إنه هو يمشي بسرعة لإنها مش عايزة تشعر بالإحراج كفاية قوي إن العربة دي عاملة زي صندوق الهداية وهي مش أكتر من هداية بتتحضر عشان يتم بيحها وفعلاً واضح إن البهرجة دي حاجبنا تكيدها اللي عايزها تكون قريب قوي تفتكر أريان لما مبارح سمعت والدها بيقول إنه هو لقى شريك زواج مثالي لها واللي هو ولي العهد تسمعه أريان من ورى الباب وتتصدم تقول معقول هتباع لشان أكون مجرد عشيكا الولي العهد اللي بالفعل عنده خمس عشيكات تانين تبتهزر ده قير إنه هو أساسا منحرف ترد عليها الخادمة اللي سمعتها وتقولها إن إهانة العيدة الملكة جريمة يا سيدتي ترد عليها أريان لو حكون عشيكا مش هكون مستعدة للزواج بس ما مجرد ما هيخدني زوجة وهيبدأ في ترتيبات الزفاف هيخد المهر وهرب واجهت قالت بس لو تقبض عليها كنت هيدرابها وعتفاول واجبات الأكل ودي أكيد مش عايزها تماما وراحت قالت أنا ما عنديش خطة هروب بس في طريقة تانية عشان تلعب بيها لكونت وراحت طلبت من خادمتها مادلين تجمع لها كل المعلومات عن النبلات غير متزوجين وفعلا تجم لها الخادمة القايمة وتقع عينها على واحد وتختاره يكون هدفها في القصر الملكي والحصن الحظ إنها كده كده رايحة والحفلة هتكون تاني يوم كمان تاني يوم كان في حفلة كبير جدا في قصر العينة الملكة وللمفروض فيه هتقابل أريان ورية العهد وطبعا هيكون ده المكان اللي هتقابل فيه هدفها بس لازم عشان تروح الحفلة تجهز للحفلة تحاول الخادمة إنها تساعد أريان في لبسها وتطلب منها إنها لازم تحبس نفسها شوية عشان تخسر النحيف هو فخر المرأة رد عليها أريان إنها عارفة اللي هي بتقوله ده كويس وفعلا تلبس أريان فستان دايقة جدا كنش عارفة حتى إنها تتنفس منه هي قرفانة ومش فاهمة وكنت لي مسر إنها تظهر كملك الموضوع مبتزل جدا يعني مش كيفية إنه سخيف إنها تبقى ملك لأ وكمان أعضاها هتنفجر ووعدت نفسها إنها لما تقابل صانع المشد ده أكيد هتقتله المهمة توصل أريان مع الكونت للأصل الملكي ويتكلم من حضور عن جمالها وإنها أول مرة تكون في الأوسط الاجتماعية بس لبسها مش تبسي ملائكي تماما اسمحهم أريان وتبتسم وتقول في نفسها متفق معهم جدا في الرأي ستايل اللبس والمكياج ده مبتزل جدا لو ده ملائك أمار الشطان حيكوني ساي يبصيها كنت ويقولها رايح لبالي العهد خليكي هذي على حد من دهلك تبتسم له أريان وتقول له حاضر يا أبي بس من جواها تقول معقولة هتسيبني الوحدي وأنا ريسة جديدة على الساحة الاجتماعية بس مش مشكلة كده هممتي هتكون أسهل وأنت مش موجود وبمجرد ما مشي تكونت جمع حواليها النبلاء يمدحوا في جمالها واللي بيقول لها أنه بيكتب لها شعر واللي بيقبل إيدها تبتسم لهم أريان بس من جواها بتقول إنها فهمة كويس قوي نظرات الناس دي دي نظرات حتى مهتمة بس بجمالي وعايز يستولع على الخيوط اللي بيحركها كنت بس تظهر سيدة وتقول لهم بيعملوا إيه كلهم كده حوالين سيدة واحدة وطلبت منهم إن هم يدهم لحظة عشان تتكلموا كسيدات مع بعض وتكون السيدة دي هي زوجة تكونت براوت وتقول لها أنت جميلة جدا زي الشقيعة ما بتقول بس سيدة أريان مش شايفة إن الفستان ده مبتزر شوية ترد واحدة تانية وتقولها صحيح شكلك كواحدة من عشقات ولي العهد رجعت السيدة براوت وقالت لها أقدم لك نصيحة بصفتي واحدة أكبر منك من الرسولة القديمة لازم السيدة تكون متحفزة ولبسها محتشم لو عادي تلبس اللبس ده قوي كده البيزل زوجك في البيت بس ما تحاولش تجذب الانتباه لك تعصب أريان وتقول نفسها تقصد إيه بإن بحاول جذب الانتباه مش كيف هي إنه مجبرة تبس كده قرر أريان ساعتها إنها تندمها على صخريتها دي ما هو مش تبسي وتريقها فجأة تقع أريان على الأرض وتمسك كشها تتصدم السيدة براود وتقول أنا ما عملتش حاجة تقول أريان وهي بتمثل دور الضحية وبتعيط يمكن يكون العالم الاجتماعي أكبر من اللازم علي زي ما والتي بيقول بس انت زوجتيها قوي يعني إيه إن ربسي مبتز زي عشقات ورية العهد قرر أريان إن اليوم ده يكون آخر يوم ليها كدومية تغطي السيدة براود وشاها ورما روحت ريادة وتقول لها أريان عايزنا أشرح لك تاني إلا أنا أقصده إن لازم تكون ملابسك محتشمة لو فضلت لابس ملابس زي دي هيتم معاملتك عشيقة أسلت سوق حظ السيدة براود يسمع كلام السيدة براود ده واحدة من عشقات ورية العهد تقول لها أنت بتنتهي لي قولي لي بقى مين دول المبتزرين ساعتها تكرر أريان إنه خلاص كده دورها خلص تسن من رأي بقى لعشقات ورية العهد وتخرج من هنا تقوم أريان قدام السيدات وتقول لهم أنا ممتنة جدا لنصحتك وأحاول أنفزها وتروح منسحبة بهدوء تخاف السيدة براود بعد ما ورثتها أريان وتقول ده أكيد سوق فهم أنا بس كنت بتكلم عن الأزواء ترد عشقات ورية العهد يعني أنت بتقول إن ورية العهد زقه متزل تبص عليهم أريان وتقول يلا تخنوه أكتر أما أنا فلز مخرج من هنا بقى وتهرب أريان من الخناء وتسيبهم يكملوا خنائتهم توقف أريان في الحفلة وتقول هو ليسه ما وصلش لحد الوقت وهي ماشى في الحفلة تسمع ورية العهد مع بابها وبيسأل عنها تحاول أريان إنها تهرب منه عشان ما يشوفهاش تقول ما ينفعش تدمروني تخنيني مجرد عشقات وليه العهد أنا مش هكون عشقات للغبيدة أبدا الموت أهوان ليه وهي بتهرب بقى من بابها فجأة بيدخل دوك كاين للحفلة شارت كاين شارت هو دوك طويل القامة وشعره اسود ما بيظهرش في الأوساط الاجتماعية شكله مش معروف بس معروف بوسمته ودي كانت أول مرة تشوفه أريان فيها بس ده اللي خططت يكون هدفها وطبعا لما شافته عجبها قوي وعجبت بزقها وحصلت بالفخر من اختيارها تذكرت إنها مادم اختارته لازم يكون طبعا بالمستوى ده عشان يجبها دخل الدوك ومشي بسرعة دخل القصر جريت وراء أريان بسرعة عشان تلحقه كانت عمالة تقع على السلم مش عارفة تلحقه مش فاهمه ومشي بسرعة كده ليك إنه في مرسن بس أخيرا وصلت المكان اللي دخله الكونت ووقفت قدامه بالحقيقة أريان ما اخترتهش بس عشان شكله ولا عشان لقبه وصروته وكافين للقضاء على الكونت لأ طبعا بالرئيس في إنها تختاره إنه هو شريك مقارب للأمير التاني وكمان لأن السر اللي عندها لازم يكون في إيد الأمير التاني وعشان كده لازم تكسبه وليس بتفتح السيطرة عشان تدخل براه لقيته قدامها سلع أنت ماشي ورايا ليه قايت له أنت عرفت من إيه أن أنا وراك رد عليها خطوات رجلك ورايا بصت أريان يمين وشمال وقايت له تعالها قطي الليلة تغرب وقال لها السيدتي آسف بتقولي إيه قايت له آه فهمت أنت عايزني أقدم نفسي طيب أنا أريان برونز والدي هو كونت برونز وزي والدي بالضبط أنا بحب العقود والصفاقات وكمان أنا كويسة جدا في تقديم الاقتراحات المغرية الله أتشارت وعايزة مني إيه بقى وقال لك تراح المغر اللي أنت تعتقد أن أنا هوافق أريه رد تعليق أنا عايزة الحرية وسكوتي كونت أما بقى بالنسبة للعرض فأنا متأكدة أنك هتوافق أريه أنا متأكدة أنك هتوافق لإني هغريك باللي عندي حسنناك النهار ده وهعلق منديل أبيض في الشباك وظن اللي يقتك هتساعدك مما أنك مبارس عبقري أنك تتصلك كام دور بس أكيد هيكون حاجة بسيطة مش كده ولا إيه تمشي أريان وتسيب الشرط في حالة ظهور طبعا عصيفة حدد قدامه ومشيت أريان ماشية بتتصدم بالفتاة وبيقع عليها الأكل وبيبوز الفستان تعتزل لها البنت وهي بتعايت لأنها بوصلها الفستان غالي جدا ترد عليها أريان وتقول لها ما تعايتيش الموضوع مش مستهل طبعا البنت مش عارفة أن أريان مبسوطة باللي حصل ده جدا كنت عايزت بوصف وستند بأي شكل عشان ترجع البيت بسرعة بس الموضوع انتهى من جر ما تعمل أي حاجة قلت أريان تطبعب على البنت وطبعا ظهرت بمظهر البنت الطيبة بس عليها تشارت من فهيد وشاف اللي حصل لحظة أريان إنه هو بصصت لها ورح لغمستله وتحكيتله وهي بتقوله حسنك تضهت شارت بشكة على تصرفها بس الفضول جابه ورح لأريان فعلا لا أريان حقيقي معلقة منزل على شبكة بالليل تدخلت شارت عشان يقابلها ستفاجئ من أريان اللي كانت غرق أنا في النوم لدرجة أنه افتقرها مغمى عليها وقال لنفسه شينت اللي ولتينيك هتستنيني في ديلة شارت مستنيها ساعة تلاتة خمس ساعات وما صحيتش ما صحيتش أريان غير الصبح ولما لقاها بتفتح عينها سألها هيا صحيتي تخضت أريان وسألته هو الصبح طالع قال لها أيوة خبطت بيب كذا مرة بس ما ردتيش فاضطريت إن أنا أدخل أنا آسف تعصبت أريان وقالت له ما صحيتنيش ليه ردت شارت كبراء ما قدرش أكون واقع وصحي سيدة نائمة ردت عليه وهي محرجة آه فهم بس اعتراجت المنقف بصت له بحده وقالت له ده معناه إنك تكون طول الليل بتتفرج على سيدة نائمة كسفت شارت وقال لها المرة الجاية حابقى أستنى برا تعصبت أريان وقالت له ما صحني وخلاص فادت أريان نفسها وقعدت بوش جاد وطلبت منه إنه هو يقعد الأول وقالت بما إني السبب في تأخرنا فخلينا نبطر راغي وندخل في الموضوع على طول أريان بصوله وبتقول لنفسها دواسيم قوي بس مش عارفة هالوشه ده مش بيظهر عليه مشاعر ولا هو بارد بطبيعته أنا ما ظنش إنه هيخرج منه دم حتى لو طعنته بالسكين رجت أريان تالي نتكلم مع شارت وقايت له خلينا ندخل في الموضوع وحطت قدامها كتاب سألها هو ده سجل سري؟ دحكت أريان وقعت له أنا سعيدة إنه عندك سرعة بديها والسجل ده واقتراحي لك استغربت شارت وقال لها أنا شاكك في سبب خيانتك لوالدك بالشكل ده ليه بتسلميني سجل سري خاص بوالدك؟ ردت عليه أريان أنا مش حط بشرح السبب بس أكيد المنطق والسكة مهمين جدا في الصفقة عشان كده هكون صريحة معيك والدي بيفكر يا بانيك عشكر وليه العهد تغربت شارت من السبب دحكت أريان وقعت له إنه موضوع مش كبير بالنسبة ليك صح؟ بس كبير جدا بالنسبة ليه أنا مش عايزة أكون عشيقة أو زوجة أو أحد ممتلكات أي حد ردت عليها ها فهمت تمام إيه اللي انت عايزها مني بقى مقابل السجل السري ده؟ ردت عليه أريان وهي مبتسمة وقعت له اللي عايزها منك الزواج طبعا تعبيرت شارت هنا كالناس يتعبيرنا كلنا قال لها أظن إن اسمتك بتقولي من شوية إنك مش هتتكون يزوجة لحد ردت عليه أريان فعلا ده حقيقي أنا سعيدة جدا إنك مركز في الكلام اللي أنا بقوله كل اللي أنا عايزها هوا قد زوج من الدوك لمدة سنة سنة واحدة بس وبعدها هنتطلق ودلوقتي لو أنت محتاج إنك تاخد السجل السري أظن إنك هتحتاج إنك تبدأ تستعد مش كده؟ وكملت أما بقى عن الانفصال أنا مش عايزة أكتر من مجرد دفع النفقة لا أكتر ولا أقل الموضوع بسيط قوي مش كده؟ أظن إن عايزة الدوك مش فقيرة لدرجة إنها مش هتقدر تدفع النفقة اللي عايزة شارت آف همت بس هودك هيسمح لك إنك تتجاوز مني؟ ردت عليه أريان بكل تحمس أكيد لأ بس في طريقة واحدة نقدر نجبره بيها على الجواز لازم نقول إنها حدثة سنتمت شارت وقال لها إيه؟ كده إنتي بتقولي ده؟ أعطيته أريان أكيد ده مش هيحصل ويمكن إن هو يحصل أبداً ما تقلقش لإن الحادثة حتكون زي الزباق بالضبط مش حقيقي وإلا أبي مش هوافق أبداً على الجوازات دي لو ما كانش الأمر سيئ جداً قال لها تشارت بتردد بس لما حظت أريان إن هم تردد جداً قلت له واضح إن الصفقة دي مش مهمة ليك على كل إن الدك هم جرد واحد من المرشحين وعموماً والدي كمان ليه أعداء كتير لو مش سياسيين زي الأمير التاني ففيه أماكن تانية ولسه هتسحب السجل السري مسكو تشارت وقال لها لحظة من فضلك تسمت أريان وقالت له في حاجة؟ مما إن ما فيه صفقة فأكيد مش هيكون فيه سجل التبك تشارت وحطي إيده على راسه وطلب منه إن أن تدينه لحظة بس يفكر قالت له أريان تمام خد وقتك في التفكير لحظة تشارت في التفكير قلبت لعشر ساعات عشان ياخد القرار لا لا لايقينها لبعض حقيقي وطبعاً اتعصبت أريان وأخدت السجل وقالت له انت فكرت نفسك إنك السيد النبيل الوحيد رد عليها تشارت تمام أنا موافق فرحت أريان وقالت نفسها كان هيحصل إيه لو كنت وافقت من الأول كملت شارت بس لو عملت كده سمعتك مش هتكون كويسة استغربت أريان وفكرت معقول هو ألآن علي حقي متفاجأة شوية أن الدك كيين قلقان علي مش على نفسه بس شيء محزن جداً إن صمعته ما كانتش قلقاه وده طبيعي لأن البلد دي متسامحة مع صدوك الرجل دايماً المرأة بس سهيرة بتتلمسها بسرقها بس على الأقل اللي هو مهتم وده الأفضل من ديدان الأرض الأخرى عديمة العقل ردت عليه أريان ما تقلاش من موضوع ده والدي هيعتني بالأمر وخاصة إنهم متعود على الشقاعة دي استغربت شارت وقال لها متعود أنا آسف مش فهمت قصودي إيه وفتكرت شارت قصة حب القرن من الإبن التاني للبرون المتواضع والأميرة النبيلة إن الوقت ده كان صعب جداً على جدها بسعب الشقاعة دي يعني عمتها مرت بنفس التجربة دي فباباها عنده خبرة الحقيقة إن السجيل السري ده دليل مهم جداً نسموه الأميرة التاني قلق له أريان ده معناه إن إحنا انتفقنا؟ وصلها شارت وقال لها أيوة أناسة أريان أنا موافقة العقد بعد موافقة شارت على عرض أريان مضال لتنين العقد اللي كاتبوا شارت واللي كان فيه إن الجواز حيكون لمدة سنة واحدة بس وإن الطرفين ما ينفعش يختير في وقت الجواز وهم اللي اتنين لازم يحافظوا على الصورة العامة كويسة قدام الكل طبعاً طول فترة الجواز وإن الطرف بي اللي هو شارت لازم يدفع نفقات معيشة لقب الدوكة وفي حالة الطلاق بيدفع شارت مليون كتعة زهبية نصهم قبل الفرح والنص التاني بعده ولو أريان خلفت الاتفاق هتخرج من جير ولا مليم أما بقى لو عند الطلاق شارت ملتزمش بالعقد هيددي منجة من المثل اللي عنده لأريان شافت أريان العقد ورح تبصت له وقايت له زي ما توقعت انت ضاقيت جداً حتى أكتر من اللي أنا كنت متخيلة رد عليها شارت شكراً على المجاملة قايت له أريان إنها دلوقتي معها تلات نسخ من العقد واحدة ليها وواحدة ليه وواحدة لي المحامي عنده أي اعتراض؟ رد عليها شارت لأ خلاص ودلوقتي بقى عايزاني يعمل إيه بالضبط توبت أريان وقايت له كنتش عارف إنك سلبي قوي كده الموضوع دلوقتي كله في إيدك فاح أولي إيه؟ تصمت شارت وقال لها تمام فهمت سيدة أريان ممم لأ دلوقتي هنديكي أريان أصولنا إن إحنا لازم نتخطى الشكليات لأننا عشاك دلوقتي مش كده؟ ردت عليه أريان تمام ده معناه اللي بنادي بيتدوك لازم يتغير مش كده برضو؟ وراحت حطت إيدها على كدف وقايت له من دلوقتي هنديكي تشارت ساملها تشارت وقال لها أشوفك قريب أريان خرجت تشارت من الباب ومجرد ما خرج ارتحت أريان إن خطته خلاص نجحت بس لحظت حاجة فجأة وقالت هو هو مش جيه من الشبك تعصبت أريان من تشارت وقاعدت تشده في شعارها وقالت أنا هبقى علاقة مع تشارت ده؟ أنت كده بتنشر الشقعات ونسيت أريان إن ده أسيسنا المطلوب سواحدت نفسها وهي متعصبة إن المرة الجال اللي هتشوفه فيها هتقطع شعره كله بإيدها استرجعت في رأيها وقالت حامل فيك كده بعدين دلوقتي الوقت مش مناسب لده طبعا أكيد مش هتتجوز وهو أصلع وفعلا حصل اللي خافت منه أريان لما خرجت شارت من قدتها شافوا الخدم وهو خارج من غرفة أريان بايسألوا نفسهم هو ده دكين؟ هو هنا ليه؟ مش جي قد السيدة هو خارج من هناك ليه؟ معقول وطبعا دماغ الخدم هنا سفرت لبايت جدا وشوية ورح تخبطت الخدمة على باب غرفة أريان وقعت لها إن كنت عايزها دلوقتي حالا وفعلا تروح لأريان بس وهي وقفة على الباب تحاولت يهدي نفسها وتقولي نفسها بلاش تتوتري اسمح لها كنت بالدخول ومجرد ما تدخل وقال لها كنت إنها كانت دايما طفلة مطيعة وبريقة بس دلوقتي بقيت طفلة سيئة ورح كمل الكونت وقال لها إنهم دايما بيقولوا إن الكتة حصلت التصرف وتطلع للنار الأول وهنا ده مثل كوري معناه إن من النهاية كده لازم تخلي بالك من الناس اللي مش بترفت الانتباه الناس المطيعة إنهم دايما بيطلعوا الأخطر وصلها الكونت بعصبية وجيد رابها بس وقف نفسه وقال لها إنها لسه لها فايدة عشان كده ما ينفعش إنه هو يختشها دلوقتي وماشي الكونت قدامها وسألها إيه سبب خروج دوك كايين من غرفتك انت مجنونة؟ كنت عايزة بيعيك لمكان غيالي بس النوك برضو مستيق من ناحية المال عشان كده كني سعيدة في جسمك لسه مفيد رح مسيكها الدوك جامد من دراحة وقال لها بس يازم تبقى فاكرة إن أيا كان انت مع مين ما تنسيش إنك في الآخر تنتمي الكونت برونز تواجهت أريان جدا من مسكة الكونت ليها والضغط النفس اللي كنت طبقه عليها ما كيتش قادرة تقف على رجليها وراح ندى الكونت الخدم عشان ياخدوها بعيد تخرج أريان من عند الكونت متعصبة جدا تعدي أيام من بعد الاتفاق الكاريسي ده ومن ساعتها كل يوم بيجي كاين عشان يقابلها بس هي مش بتقدر تقابله إن بسبب عمله دي عادت ثلاث تيام في السرير من أجل ما تقدر إنها تتحرك بسبب المرض من الضغط اللي مارسوا عليها الكونت بس دلوقتي جيه الوقت إنها تقابله وطلبت من خدمتها شايل عشان تغطي بي إصابة دراحة من مسكة بابوها تلبس أريان الشايل وتروح عشان تقابله وهي نازلة على السلم تشوفه وتسأله خليتك تستنى كتير؟ رد عليها تشارت لأ تفرح قوي أريان وتقوله وهي بصوله ثلاث تيام ووقت قصير أول إن صار حب حياتك مش كده؟ أهلا بالأمير الساحر اللي جاي على الحصان الأبيض وطبعا التعامل ده قدام الخدم بس بس أول ما عادوا مع بعض عادت أريان قدام تشارت وهي متعصبة وقايت له وإنت ليه عملت كده؟ قد عليها تشارت وهي مرتبك وأنا عملت إيه؟ أنا مش عارم تبت تتكريم عن إيه قامت أريان من على الكورسي وقايت له اليوم اللي أنت خرجت فيه من قطي بكل فخرة قدام الخدم قالها تشارت بكل هدوء آه اليوم ده؟ ساعتها أنا رحت عشان أقدم لوالدك عرض مش ممكن يرفضه فجأت أريان وقايت له إيه؟ عرض إيه؟ يعني أنت مخرجتش من قطي كده مجرد تفكير؟ أنت كنت مخطط أنك تقابل والدي؟ آه أنت قلت لأنك هتدفع تعمل علي عشان كده وافق صح؟ قد عليها تشارت بكل هدوء أيوة أنا عرضت عليه منجم للألماس ومنجم تاني الزمرض صدمت أريان وقايت له إيه؟ هم استغرب نفقتك؟ عيطت أريان وقالت آه ألماسي ورحت بسط على تشارت رقيته بيتنهد قايت له بعصبية إيه معنى التنهينة دي بقا؟ رد عليها مفيش حاجة اتبايت أريان من طريقته المتكبرا مسرر الشفقة دي ورحت بسط له بقرف وقايت له مالك بتتصرف كشخص متكبر مسرر الشفقة كده ليه؟ الله تشارت عشان واضح أن أنا نسيت أحدد أنهي منجم للألماس في العقد مش كده؟ ردت عليها أيوة صح بس قبل ما تكمل لحظت حاجة وفتقرته أنه هو غني وقايت له ده معنى إني فيه أكتر من منجم وقصبت أريان جدا وقالت نفسها إيه الحظ السيء ده؟ كنت نفسها طبعا هي اللي تكون غنية كده بس على كل المهمة دلوقتي تعرف قلق الباباها بالضبط سألت له أنت عملت إيه معي؟ رد عليها تشارت أنه قلت الولد كدنا أنا ممكن أسلمه منجم الألماس أما منجم الزمورة فهتم تسليمه الولي العهد إن إحنا لو تجوزنا حيكون عيون والي العهد علينا عشان كده كنت شايف إن أقدم العرض دل والدك لإني شايف برضو أنه ده هيسهد عليك الأمور كتير رح كاملت شارت بعد ما قلت لك كنت كده تاني يوم رجعت مع عرض الزواج بس أنت في ضدية تتجنبيني قلت له أريان آآ آآ ده لإن بابا بعدين قلت له ما تشغلش بيلك استدهت شارت وفيدر يسمحه وبيفكر مستحيل بس هو مش خسارة إن منجم الزمورة يروح لولي العهد قال لها ما تقلقش عن منجم كده كده هياخده تاني قدت أريان آآ فهمت إنك طبع مدوقة لسمهه الأميري التاني هو اللي هياخد العرش وهيكون هو الامبراطور مش كده قد عليها تشارت ده حقيقي وده هيكون أحسن لك برضو قدت أريان تمام على كل إن أنا ما يهمنيش من هو اللي هيكون الامبراطور كل اللي أنا عايزة إنها هتأكد إن أنا أخد نفقة كبيرة جدا بعد الطلاق بس مش أكتر من كده سيكتت شارت وبصيلها بصة كإنها مهتمة بالتفاهات ومش مهتمة بالحاجة الأصلية تفزت قوي أريان من نظرته دي وقالت نفسها إيه النظر المتعجرفة دي آه أنت شخص متعجرف جدا فكرت أريان إن رجال هنا في الامبراطورية دايما حسابيين جدا بيبيروا يفكروا في أسوأ سيناريو وأفضل سيناريو ممكن يحصل وعلى الرغم من تفكيرهم فأسوأ سيناريو بيخليهم ينجوا من التعاسة اللي أنا طريقة التفكير دي ما بتخلهمش يشوفوا الطرق العادية والبسيطة المفتوحة قدامهم علشان كده دايما بتحس بالدوار بسبب الفجوة بين تفكيرهم وتفكيرها فرجت أليا من أفكارها وفكرت إن كفاءة كده على تشارت يقعد معيها وقالت له زي ما انت شايف أنا مش حاسة إن أنا كويسة حاليا علشان كده أسفة جدا مسازة ما أخد راحة دلوقتي وقفت شارت ونحن لها وقال لها تمام هرجع أشوفك مرة تانية لما تبقى أحسن وفعلا خرجت شارت من القصر وركب العربة وأريام تبص عليه من الشباك وبتقول خلاص كده كده بدأنا ننفذ الخطة ولو الكلام اللي بيقوله ده حقيقي يبقى إحنا خلاص تجاوزنا معقبة الأولى في الخطة ودلوقتي بقى لازم نستعد للأسوأ لنما فيش مفر من النهاية البائسة ومن هنا بقى نعرف إن أريام بتميل للتفكير المتشائم بعد ما جاء بتنتقل تشارت إن هو بيفكر في أسوأ الاحتمالات والاحتمالات الحلوة قدامه تلاهت هي المتشأمة جاء الوقت هنا بقى نعرف مين هو تشارت ده من 15 سنة الدفلة تشارت كان واقف في أسره بعد وفاة والده الدوك كان شايف عمه بيدخل الأسر وبيغير في أساس الأسر من جير ما ياخد موافقته أو موافقة أمه بتكلم العم كأن الأسر أسره ما كانش تشارت بيبقى فاهم إزاي وهو ريس الدوكية ومع ذلك عاجز قوي كده ومش عارف يحمي أسره حتى إن بيزل اللي عمه عمال يستمتع بيده وعمال يشربه كان ذكرى من بابا بابا كان جايبهوله عشان لما يوصل لشن الرشد يفتحه مع بعض ومع ذلك مش قادر يوقف عمه اللي عمال يشربه قدامه ووحدة ووحدة أثار والده عمال يختفي من الأسر وفي يوم هو ماشى في الأسر اكتشفت شارت إن عمه هو اللي قتل والده عن طريق عشقته وكل ده عشان والده تفصل غير شراي بس جده اعترف بوالده وخلى رئيس الدوكية صدمت شارت رمي يسمع الكلام ده ويجري لولدته ويحكي لها لسمه بس تقول للمامته إنه ما ينفعش يقول إن والده تقتل لأنه خلاص تم الحكم إنها حدثة وفيش أي دليل معيهم قد لها تشارت بس أنا سمعت مرأة عمي قطعته والدته وقالت له وحتى لو كان عندنا دليل فشادتنا مش مقبولة وده لأن والدتك المرأة وانت قاصر وهنا في البلد دي النساء والقصل ملهمش أي حقوق قانونية في الإمبراطورية وكملت والدته وقام بقى والدك فأيوة هو طفلك الشراي ده لأنه كان سمرت علاقة حب حقيقية بس جدك اعترف بيه لأنه هو الأكبر وقال إنه هو الإبن الشراي وبعد كده بقى والدك الدوك وما كانش ناسه حاجة أبدا ده لأنت لازم دايما تكون فاكره وكملت والدته إنه الرغم إن أنا ووالدك ما كانش فيه علاقة حب بيننا لكن والدك كان أب صالح وكمان كان قائد عظيم قال لها تشارت بس إنتي قلت إنه والدي غير شراي ردت عليه وقالت له تشارت الأطفال غير الشرايين هم كمان بشر وأنا إنسان وإنت إنسان إزاي باباك مش هيكون كده هو هيكون غريب إن إنسان يتعامل على إنه إنسان فكرت تشارت الناس كانت دايما بتقوله إن أطفال غير الشرايين دول ناس حقيرة ليه بقى ممت بتقول الكلام ده دلوقتي قايت له والدته إنها عارفة إنه ورص صغير ومش فاهم اللي هي بتقوله دلوقتي بس لازم يبقى فاكر دايما إن والده مش غلطان ولا هو ولا هي كمان ورحت قايت له إنه هو رازم يكون صبور لإن ده الوقت المناسب للصبر لحد ما يجي اليوم اللي إيده فيه هتكون قد إيدها وساعتها هيعرف ياخد حقهم وفعلا تعدي الأيام ويجبر تشارت ويطرد عمه يقول له عمه إزاي تطرد عمك لرباك رد عليه باستغراب ربتني انت بعت ابن أخوك اللي عمره 15 سنة بس عشان يقاتل في المملكة والجورة ومش كده وبس لأ وكمان بعت وراء قتل عشان يسمموني زعق عمه وقال له ده كدب دي أكد مؤمرة افرج عني تعصب تشارت وقال له إنه هو يخرص وخرج وراء وقال له ودير سيلة من الامبراطور من عشر سنين تم إيدان تكبقات لدوك كيين السابق وهتتعاقب على اللي عملته وكده نكون عرفنا ماضي تشارت ونرجع تاني بقى لأريان أريان كانت وقفة مستنياة تشارت وبتقولي نفسها جيه وقت انتظار الأميرة للحصان الأبيض سلمت أريان على تشارت اللي افتكرها إنها رايحة مشوار لإنها كانت وقفة مستنياة على باب القصر تقر يا عيني إنه هو جيه في الوقت الغلط ردت عليه أريان لا لا خالص انت جيت في الوقت المناسب أنا كنت وقفة في انتظارك تغربت تشارت من مواقفها ورح تخدته من إيده وقالت له يلا بنا نمشي ومشت تشارت الغلبان هو إيه اللي بيحصل بالظبط ورح قال لها على فين رحكيت له أريان وقالت له على فين إحنا خارجين في ديد دلوقتي فدرت تشارت مكمل في انتهاشه وقال لها فجأة كده؟ وفجأة هيكون النهار ده يوم الديد بتاعنا؟ قالت له أكيد سألها تشارت وهو يعني مش فهم حاجة وقال لها هو الكلام ده القرار إمتى؟ رد عليه أريان بمنتهى الهدوء من كم يوم كده ويسألها من منتهى البراءة لانت دي مقتليش يجي بقى دور أريان إنها تندهش وتقول له لا معقولة هو أنا منتلكش آه أصلا النهار ده هو اليوم اللي بيقوم فيه مهرجان العاصمة هو مش العايزي إن الناس يروحوا مع اللي بيحبوهم المهرجان ده؟ تحركت شارت وقال لها أنا مفكرتش في موضوع ده أنا آسف قلت لأريان آه بالمناسبة أنا كنت كتبت في الرسالة إنها أجيب طولي اليوم علشان كده طلبت منك إن انت لتوصلني عموما أنا مكنتش متوقعة إنك تفهم بس تمام بكل حاجة ماشي كويس هو مش موض حقيقي لكن إحنا رايحين عشان نعمل مصرحية قدام الناس قال لها تشارت آه عشان الناس تستطيع علاقتنا ردت عليه أريان أيوة لأن ظهورنا قدام الناس عالدا مكنع أكتر من مجرد كلام قال لها تشارت طب وهتاخديني على فين تحمزت قوي أريان وردت عليه المصرح مروحتيش هناك قبل كده تغربت تشارت وقال لها أنت مروحتيش قبل كده فيه هناك كورسري كونتسا برونز في قاعد كبارة الشخصيات بالمصرح سجتت أريان وردت عليه آه ما أنا عارفة وصلها تشارت وهو الشاكك إن فيه حاجة مش مزبوطة المهم وصله المصرح وانبهرت أريان لإنه طالع أكبر من الصور اللي هيكت بتشوفها طلب منها تشارت إنها تبعت شوية عن الصور عشان ما توقعش بس جهلته أريان وقيت له ما يقلقش وفضلت وقف قرب منها تشارت وحطي إيده عليها صدمت أريان وسألته أنت ليه بتحط إيدك على خسري قرب منها تشارت وشارك كبارة من عرصها وغطى بيها وشهم وطبعا المواقف ده بيبان لكل الناس من المصرح إنهم ما واو بيقبلوا بعض بس طبعا مش دي الحقيقة بسطلت له أريان بعصبية وراء كبارة وقيت له أنت بتعمل إيه قال لها بيهدوء لو عايزة تنشوري خبر علاقتنا يبقى لازم نعمل حاجة زي دي صابيت أريان من المواقف بس في نفس الوقت ما كانتش عارفة تقول له إيه لإنه هو عنده حق بس وارده ما ينفعش هيلي تطلع منهزمة كده بسطلت له أريان بعصبية وقيت له ما تشارشكوا باعت حد فجأة كده ياريت وعدت أريان على الكرسي وبدأ العرض المصرحي بس كان تفكير أريان في اللحصات تقولي نفسها على الرغم أن أنا قلته له ده بس هو عنده حق التصرف ده أنا كده مش حقلة من تشار الشائعات بين النبلاء أنا خلاص كده حققت هدف الأول بالكامل عشان كده لازم أبدأ أحتفل وهركز في المصرحية وبالفعل تندمج قريم جدا من المصرحية لدرجة أنها تعيط تقول له محدش قال لي أنها حزينة قوي كده استدها تشارت ويقول لها أنا سعيد جدا أنك شكلك مستمتعة قوي المصرحية ربطت عليه القصة مكانتش حزينة كده مريطة في الكتاب المتأسرتي جدا لدرجة أن المكياجي كله باظ هروح أصلح مكياجي وقفها تشارت وقال لها أجي معكي قلت له لا لا مفيش داعي مكان مش بعيد جدا باي باي وتعفل أريان الباب بكل حماس وتمشي بس وهي ماشى يجي راجل غريب ويقف قدامها ويعترر طريقها تدرك أريان المواقف اللي هي فيه وتقولي نفسها أظن أن مفيش صدف أسوأ من كده يشيلها الراجل الغريب زي الشنطة وهي بتفكر بأريحية أظن عبال ما تعمل مع الراجل ده هيكون بدأ الجزء التاني من المسرحية صح يوصل الراجل الغريب لقودة مخفية ويرميها في الأرض تقوله أنت تتحمل المسئولية لو ظهري تعور تغرب الراجل من رده وقال لها هو أنت مش فهمه الوضع أنت فيه عموما مش مهم المهم أن أنا أخيرا جات لي فرصة أن أنا نتقم تريق عليه أريان وتقلده وتقول له أتمنى تكون محظوص في انتقامك تحصب عليها وقال لها أنت تلعب حياتك أنت واحد كنت تلعب الأمار بفلوس قليلة بس جالك حد وأقنعك أنك تلعب بمبلغ كبير بس للأسف طيعت الفلوس كلها وبالرغم أنك عارف أن سعر الفايدة اللي أنت هتدفعه لكونت برونز اللي هو يا والدي بالمناسبة ضخم جدا إلا أنك فدت الاستلف من الفلوس ورحت بكل الفلوس دي عشان تلعب بها أمار هيا بقى إيه رأيك في تخميني غلطانا؟ أريان عارفة أنه طبعا الكونت برونز هو حسارة الأرض بس لو قلت للمديونين دول برضو ضحايا فده مش صحيح أبدا لأن الكونت مش هو الوحيد اللي بيكرد المال حتى لو كان السعر الفايدة مناسب إلا أنه معروف أن أي حد بياخد فلوس من الكونت برونز بيواجه موقف صعب نهدت أريان وقالتني دي أول نوزها لها في حياتها كلها كانت من شوية صغيرين بس في أفضل مزاج بس كله خلاصة خرب لما لقاها الراجل مرتاحة جدا ومطنشا جاي هجم عليها بس رفعت أريان فستانها وضربت الراجل برجليها جامد ورحت بصت له وقايت له شخص مزعج صحيح وفجأة سمعت أريان إزاعة المسرح وهي بتقول هيبدأ دلوقتي الجزء التاني لو سمحته عوضة ركرسيكم تسمع أريان وتقول إيه؟ أنا تأخرت بسببك أنا لسه حتى محطتش الميكيش بتاعي وجريت أريان بسرعة عشان تلحق جزء التاني ولا كأنها عملت حاجة بس اللي هي ما توقعتهش إنه هو يحصل إن كل ده وتشارت وقف بيتفرج على زجرة المستقبلية بعد ما خلص العرض المسرحي شكرت أريان تشارت على الخروجة دي وقايت له إنها مبسوطة جدا لدرجة إنها عايزة تبقى زي إلينا بطرة المسرحية خروج هما الاتنين من المسرح منسجبين سوا ودرجة إن الناس بقوا يبصوا عليهم بإعجاب وبيقولوا إنها جميلة جدا وإن هما الاتنين لايقين على بعد قوي وفضلت أريان ماشية مبتسمة مع تشارت لحد ما ريكبوا العربة سوا وقفرت أريان السطارة وبعدها ظهرت أريان الحقيقية تعصبت جدا أريان بسبب الكونتر بواصدها الخروجة حتى وهو مش موجود معاها وطلبت من تشارت إن هما يروحوا المسرحية تاني رد أريان تشارت ما تضايقش نفسك إحنا ممكن نروح المسرح في أي وقت تاني أنت عايزة بس دلوقتي الوقت تتأخر ورازم رجعك البيت قايت له أريان إيه؟ انت بتقول إيه؟ لف بالعربة وندقت على السواق وقايت له ادخل شمال من هنا سواها تشارت تامن اللي هي عايزة ولقى نفسه فجأة في السوق استغربت تشارت من أريان إنها عايزة تروح للسوق بالليل فجأة كده في نفس الوقت جي حد من وراء تشارت وقاله إن هو دور على الراجل لدربته أريان زي ما هو طلب بالزبط وطلع الراجل ده وحيد مديون للكونت برونز وكان سكران ولما شاف أريان كان فاكر إن هو ممكن يفلت من ديونه ولما يهدد الكونت بيها استغربت تشارت إزاي أريان السيدة الملائكية النبيلة اللي مش عارفة إيه اللي بيحصل في العالم بره القصر عارفة تتعمل بالثقة والقوة دي ويقول هي إيه نوع الحياة اللي عاشتها أريان بالزبط ويقرر تشارت إن هو يتجاهل اللي حصل للراجل في المسرح وجاء إنه ما شافش حاجة نرجع بقى لأريان اللي كانت مزهورة بالسوق وكل شوية يمسك تشارت إيدها لتطوح منه تتفرج أريان على السوق وتقول الليل جميل قوي وتفكر إنها كانت دايما بتخاف من الليل بس ليه دلوقتي مش خايفة برغم إنها أول مرة تخرج بالليل إلي إنها مش خايفة ممكن لإنها كانت دايما محبوظة في قضوتها بالليل ومهما كانت بتخبط ما كانش حد بيفتح لها الباب وتوقف أريان في نص السوق وانبهرة من جميل الفوانيس استغربت شارت من أريان إزاي هي مزهورة قوي كده من السوق والمصرح وحتى الفوانيس ولهي في الحقيقة حاجات عادية جدا لأي حد ومع ذلك كانت هذية جدا وهي بتتعامل مع الرجل اللي كان هيخطفها بتقطع أريان أفكاره وتسأله هو أنت معك فلوس؟ لأ تشارت طبعا تفرح قوي أريان وتطلب منه إنه هو يشتري لها سيخ أسيك دجاج وأول ما تاخده أريان تاكله وهي سهيدة جدا بس يعيني تشارت ما كانش عارف يأكل الأكل ده إنه هو شاكك من نظفة الأكثر وفيدل يعيني تشارت يكافح مع أجل الدجاج بس كانت أريان عدت خلاص مرحلة سيخ الدجاج ده وراحت عند بتاع الحلق مسكت الحلق بتاحها وفي الليل تتفرج على يفضل بقع مجوهرات تكرهت شارت إنها هيستشتري مجوهرات فيقول لها إن السوق ده للعامة مفوش حاجة للنبارئ رادت عليه أريان لأ بالعكس سألها تشارت هوا أنت ما تشتك كنت إنك هتتأخري معي؟ رادت عليه أريان لأ طبعا قلتله أنا مقدرش أخرج من بوابة الأصل من جر موافقته لأ بأحيانا كمان بوب قدسي وراحت سألته هوا أنت مش هتطلب مني حاجة مقابل الفلوس اللي أنت دفعتها لي مش كده؟ ولا أنت هتدفع لي الفلوس وبعدين هتضربني لما سمعتش الكلام يرد عليها تشارت إيه؟ إني انت بتقوليه ده أنا مستحيل أعمل كده وهو ماشيين في السوق يشوفوا الرسام ويقرروا إن هو يرسمهم وبعد ما يرسمهم الرسام تمسك أريان الرسمة وتقوليه إن الرسمة مش عكبها وإنها لازم تجيب رسام مشهور عشان يرسمهم قال لها تشارت خلاص أنا هحتفظ بالرسمة دي هتفتها منه أريان وغيرت كلامها في لحظة وقيت له ومين قالك إن أنا مش هاخدها؟ يشوفهم الناس في الشارع ويقولوا هي مش ديه أريان؟ يون تخرجش من القصر إيه للتطوع بس دي فعلا ملاك زي ما بيقول اسمها بس مين الشاب الطويل اللي واقف جنبها ده؟ هو ده مش دوكين؟ تطلعت الشائعات اللي بينهم حقيقي بتاخد أريان بالها من الناس اللي بتبص عليهم وتكرر إنها تقرب من تشارت وتبدأ مسرحية قدام الناس تقرب منه تشارت بخجر وتقوله إن الليل جميل جدا يشك فيها تشارت إنها غيرت طريقة كلامها بسرعة قوي بس هيفهم إن الناس بتبص عليهم ويفتكرها قول ما جات مع السوق واندهاشها وبرائطها ساعتها ويرد عليها إنها أجمل من الليل طبعا ينصد من المشاهدين إنه كانوا بيتفرجوا على فيلم رومانسي ما بيعرفش يقول كلام حلو بس أي حد هشوفهم دلوقت سيفتكروا إنهم حقيقي عشوك حقيين وبصراحة طالع هما الاتنين بيعرفوا يمسروا ببراها وفضل هما الاتنين مسكين إيدهم واتنم أريان على كتفه بس في الآخر تتعب أريان وتقول إنها تعبت من تمثيل الابتسامة والضحك اسمحها تشارت ويقول لها تمثيل تبصر أريان وتقول حتى دوك كيين بيعرف يتحك هو معقول بيعرف يمسر قوي كده تسمع أريان راجب يبيع مشربات وتطلب من تشارت إن هو يشتري لها منه وتجري على البائع بس يمسكها تشارت ويقول لها على حد يا أمي أنت لسه كاسر تتعصب أريان وتقول له معقول أنا فضل له أسبوعين بس اللي في سنة بيشربه أصلا أصر تشارت هرأيه وقال لها إن هو ما ينفعش هيشتري لها واحد تاني لما تبلغ سن الرجد تقول له أريان باي أسبوعين أنت صعب جدا يحاول تشارت إن هو يهديها ويغير الموضوع ويقول لها بس أنت ما قلت ليش أنت لي كنت هايزة تيجي السوق الليلي وردت عليه أريان أنا بس كنت هايزة عمل اللي الناس كلها بتعملو تفتكر أريان وهي صغيرة لما كان بتسمعها الخدمات وهم بيتكلموا عن السوق وعن أسلخ الدجاج والمشروب والحاب الفوانيس وبيحكوا إن هم في الأجازة بيتسوقوا وبيشتروا حلويات ودباب الشعر وهي كانت هايزة تعمل اللي هم بيعملوه تفتكر أريان طلبك بتطلبه الخدمات دايما تبص أريان بصورة على تشارت وتقول له خلاص لو مش هيكون في خمر اشتري لي شاي مسلك بالخوخ بص تشارت ولاية طبور طويل قوي قدامي الباقع زيقيته أريان وقلت له إنها مش عايزة تقف في الطبور عشان طويل جدا وكمان الصوت عليه قوي هي هتقف هنا وهتستنى قال لها تشارت بس هيبقى خطر عليك يا قوي إن أنا سبيك لوحدك أنت أول مرة تيجي هنا وردت عليه أريان خلاص لو أنت الآن عليها قوي كده ممكن تخلي حد من الفرسان اللي ماشيين ورانا يقف معي يندهش تشارت وقلها وانت كنت يعرفة ردت عليه أكيد المتعودة أن أنا كون دايما مترقبة يطلب تشارت من الحارس إن هو ياخد باله على أريان تبص أريان اللي جنبها الحارس على الناس في السوق وتفكر إن الناس في السوق شكلهم مبسوطين جدا ماشيين في الشارع بحرية مش فارق معهم ليلا ولا نهار وأكيد ده لإن حياتهم مش متهددة زيها مش مهم إسكانت غنية مدام هي عيشتول حياتها وحيدة ما عندهش حتى الحرية أنها تخرج عمرها حتى ما كان عندها فلوس خاصة بيها علشان كده ما قدرتش تسيب وريدها وتكون مستقلة المال تلع في الآخر هو الوسيلة علشان يستخدموك بيها ويتحكمو فيك ويجبروك على أي حاجة وأريان عمالة تفكر حارسة شارت جاله المساعد بتاعه علشان يقول له حاجة اتشغل الحارس ثانية واحدة بس ورجع يبص الجنبه علشان يتمقل إنه على أريان ملقهاش إن أريان طبعا اتخطفت تاني المنوها قلبة أكشن في ليلة واحدة نروح بقى الأريان اللي خطفتها العصابة وطلبوا منها إنها تديهم كل اللي معيها تتفاجئ أريان إنهم عايزين منها فلوس بس مش عايزين ينتقبوا من الكونتو برونز إنهم ما يعرفوش أصلا والله واحد من العصابة أنا مش فاهم أنت الكريمة عن إيه بس بطري كلامه أدينا اللي معيكي توقف لهم أريان بكل بارقة وتجاوبهم أنا معيش حاجة والله واحد من العصابة أنت فاكرانا بنهزر شكل غني ومعيكي فلوس كتير ردت عليه أريان أنا فاعلة معيش حاجة اتعصب قائدهم وقال لها أنت بتجدبي ليه يعني إحنا لو فتشناك مش هنلاقي معاكي ولا قرش ترد عليه أريان تمام كام رصاصة بقى أنتو عايزين تاخدوها لو تلا معيش حقيقي ولا قرش زعق واحد من العصابة وسأل رئيس العصابة نعمل إيه معاها قال لها رئيس العصابة عندك وش جميل قوي بس هو أنت مجنونة ترد عليه أريان عادي ما أنت قبيح مجنون برضو هو ده فن الرد اتعصب رئيس العصابة اللي معرفش يلاقي رد والله أنت أكيد واحدة من العهرات اللي فاكرين إنهما لو صواتوا بصوت عالي الناس حتيك عشان ترحقهم هو أنت فاكرين دابتكم وإحنا خدمك ترد عليه أريان بكل هدوء على فكرة أنا ما صرختش بصوت عالي أنا سألتك بس تعصب رئيس العصابة بنهدوءها وقال لها إحنا شايفين الجميلة وراح رد واحد منهم خلاص ببقى إن معهاش فلوس خلينا نبحها أحسن تبصرهم أريان وتقولهم هوا أنتوا تجار بشر تمام ده معناه إنكم واحد مش خطفين ومش بتعملوا ده علشان لقم ترعيش اتنين ملكمش علاقة بعقلة برونز تلاتة تجار بشر يبقى ساعتها مفيش دار التردد وراح اتطلعت مسدس وضربتهم بالرصاص وراح اتبسط لرئيسهم ويطلب استفزاز شاكري دربت هدف غلط أنا كنت فكرة نفسي بعرف هنشن أحسن من كده اترعب رئيس العصابة وقال لها إيه؟ انت قصدك إيه؟ استني يا نسا ثانية واحدة أنا شاف إن إحنا كنا غلطانين إحنا هنسيبك تمشي دلوقتي تمام؟ وراح نزل على وشه وقال لها إحنا كنا غلطانين ردت عليه أريان خلاص مفيش داعي إنك تقلق أنا أكيد حمشي امش أنتوا كمان من قدامي استغرب رئيس العصابة إنها سابتهم وقال لها إيه؟ ردت عليه إيه؟ أنت ما سمعتنيش؟ امشي من وشي ورجعت أريان المسدس في الجراب بتاحتيني شقارها رئيس العصابة لأنها سابتهم يمشوا جري على طول بعد ما مشي وقالت أرياني نفسها بكل هدوء ولا كإن في حاجة لسه حصلة؟ يلا بقى نرجح نشوف إيه اللي ورانا وفجأة تلاقيت شارت في وشها وجاي يجري وكان خايف عليها جدا مسك إيدها وقال لها أنت كويسة أنا سمعته صوت رصاص بصيت له أريان وهي متفاجأة وقعت له مستحيل أنت كنت طول الوقت ده بتدور عليها؟ أنت خايف عليها الدرجة دي؟ أنت أكيد ألآن على السجل السري بصي لها تشارت وقال لها أنت بتتكلمي لي عن السجل السري دلوقتي ردت عليه أريان وهي مش مصدقة وقالت له إنه ده السبب الوحيد اللي خليك تقلع عليها رد عليها تشارت حتى لو كان في عقد بيننا أنا ألآن على خطبتي هو أنا ليه هحتاج سبب عشان أبرر ألآقي عليك صدمت أريان جداً من كلامه وطبعاً سبب إن أريان فكرت كده لأنها فتكرت وردها اللي كان دايماً بيطلب منها إنها تثبت إنها قيمة وإن قيمتها الحقيقية فإنها تكون جميلة وجذبة وبالتالي لازم يكون دايماً في مقابل كسفت أريان جداً من المواقف الجديدة عليها ده والشاة أحمر وقررت أريان إنها تغير الموضوع وسألته هو فين الشاي مسلج مسكت شارت راسه وهو مش مصدق وقال لها ما جبتهوش مشيت أريان وقيت له خلاص تعالى ورايا وراحت بصت له بابتسامة وقيت له هقف معاك المرازي في الطبور ويرجعه تاني لمكان المشروبات يدعو الحارس نزل على رجله وبيطلب من أريان إنها تقتله تمثل أريان وتعمل نفسها بتعايت وتقول له أنا مش مصدق إنك بتطلب مني إن أنا أقتلك أنا مستحيل أعمل عمل متوحش كده بس لها تشارت من الجنب بستنقر من تمثيلها تقر وهي بتوجه المسدس لكطة على الطرق ولما فضل الحارس بيطلب منها إنها تقتله وراحت متعصبة منه وطلبت منه إن هو يقف بسرعة ولما فضل الحارس مصر كررت أريان إنها تستخدم الفرصة قايت له إنسان اللي حصل بس لو عايزت عوضني احتفظ لي بأمنية حقاها وقت مطلوبك وراحت قالت لتشارت يلا خلينا نستمتع النهاردة مسكت إليتشارت وهما ماشيين وراحت لسيدة بتبيع دبابيس للشعر قيت لها البقاءة أنا عملت الدبابيس دي بنفسي جودتها عالية جدا وحطيها عضافية راح تكون جميلة جدا عليك سألت شارت انت عايزة واحدة ردت عليه أريان وهي مش عايزة تبين إنها عايزها وقالت له أنا مش عايزها قوي بس لو أنت عايز تشتريها لي فأنا مستعدة إن أنا أجربها دهكت شارت وقالها خلاص خلينا نشتريها لبسيتها أريان وجايت مبسوطة جدا وزقيت له هي جميلة رد عليها تشارت جميلة جدا أظن إن الأزرق لونك المفضل مش كده أظنك بتعرف تختاري الألوان المنسبة ليكي دايما دايما بتلبسي الألوان الرائع عليكي ولون دبوس الشعر كمان لايه عليكي جدا تفتكر أريان إنها كان بتحبها حقيقي لون الأزرق من طفولتها إنه هو كان لون هادي جدا لون السمر بيمسها الحرية بس أول مرة حد ياخد باله إنها بتحب الأزرق أول مرة أساسا حد ياخد باله من ألوان فستنها بس ما تلحقش أريان إنها تفرح بالدبوس عشان حد يخبطها وهو بيجري وراء مجموعة أطفال عشان يسرق بضاعتهم فيقعد دبوس منها ويدوس عليه تشارت وينكسر تدهي أريان وتطلب من حرس تشارت إنه هو يبعد الشخص اللي بيجري وراء الأطفال ده بصلها تشارت بإعجاب وسألها الأطفال هو أنت لي ساعدتين بصلت لهم أريان وهي مكسوفة مش عايزة تبين إنها ساعدتهم وقايت لهم أظن إنكم فهمتني غلط أنا مساعدتكمش عشان خايف عليكم أنا بس ادقيت عشان دبوس شعري انكسر بصلت شارت وهمش مسدها وقال لها إنتي متأكرة إنك زعرين عشان بس دبوس الشعر ردت عليه إيه؟ أنت تقصد إيه؟ دحكت شارت وقال لها عموماً هعوضك بزينة شعري تانية ودى للأطفال فلوس وقال لهم عملوا زينة شعر جديدة من الزهور للسيدة لساعدتكم وفعلاً عملوا زينة شعر لأريان من الزهور وقلبت أريان رابانزل وكملوا هما الاتنين رحلتهم في السوق شافت أريان حفلة فيها عاسفين كتير وشدت إيه تشارت وقررت إنها تلقص معي وعلقت الجزم عشان الكعب عالي ووقفت على رجلة تشارت ورقصة هما الاتنين سوا كانت سعيدة جداً يرجع تشارت قصر ويقابله الخادم ويقوله شكلك مبسوط ووضح إن النهار ده كان يوم حلو ليك فكرت تشارت في كلامه ويقوله أيوة فعلاً كان يوم ممتع جداً وأريان تلات حقيقة مرأة غريبة وهو واقف سمع صوت على الشباك بص تلقى حمامة واقفة وفرج لها رسالة قرهت شارت وعرف إن الحرب قربت أخذ الرسالة وقال إنه هو هيروح بها للأصل الملكي نرجع بقى لأريان الرساحي التاني يوم تعبانا من مجهود مبارح تقول لها الخادمة سيدتي أنت عارف أن أسمعتي إن نهاردة الصبح؟ قلت لها أريان مادلين أنا مش في مودي من أسمع حاجات دلوقتي بس للأسف أنا عندي فضل أعرف إيه الشائعات المنتشر عني دلوقتي رضت عليها مادلين أنا روحت النهاردة لمدينة عشان أشتري شوية حاجات وهناك سمعت الناس بتتكلم عنك وعندوك كيين ويقولوا إنكم السناء الأجمل في العالم وإنتم ريتين مناسبين جداً لبعض وإناها قصة حب القرن وكرت أريان طيب كويس إشعاد بتنتشر بشكل كويس وده هيخلي الجواز يتم بسهولة والإشعاد دي حتقالل أي شكوك حوالي أنا واتشارت وبعد السنة من الزواج الوهمية حتطلق وأخذ النفقة وأخيراً حبق حرة قطعت مادلين تفكير أريان وقايت لها بس للأسف مش كل الشائعات جيدة فيه شائعات إن كنت برونز بيهدد دوك كيين بالزواج منك وده هيكون مقابل شيء أو إن كنت أكبره على الزواج لإنك معجبة بجماله كميت مادلين بس ما تخفيش مش كل الشائعات سيئة الأغلب بتاحها جيدة رضت عليها أريان تمام أنا ما يهمنيش الكلام السيء ده مايفريش معايا الناسر بتفكر بالطريقة دي بس من جواها فكرت أريان في الحقيقة أنا فعلاً بهدده بالسجل السري فتمام مع الأقل نص الشائعات صحيحة خبطت الخادم على باب أريان وقال لها إن في رسالة ليها من دوك كيين دور أريان معقولة مش قادر على بعضي أنا لسه سيبان بارح يبعت لي كده رسالة النهاردة طيرة أريان الرسالة واللي بيقول لها فيها تشارت إنه عايز يسرع الجواز عشان أمور الامبراطورية مش مستقرة عموماً هيشرح لها التفاصيل كلها لما قابلها قريب كمان قال لها إنها اللي هتبقى مسؤولة عن كل تفاصيل الزفاف وترجوها إنها تفهم موقفه تفكر أريان ده معناه إن بمجرد ما تبتدي الحرب هيكون فيه صعوبة في إسقاط ورية العهد وعلشان كده أنت محتاج السجل السري وده أكيد السبب إنك عايز الزواج يتم بسرعة بس ورحت تحصبت أريان وقريت نفسها لاشي يخصك إنت ليه بتاخد قرار الزواج بدون استشارتي تشارت حقيقي سعلى بمخادع مفروض في العادي ما كنتش حابل بحاجة زي دي سهتطر أفكر في الموضوع وهحط اللي حصل ده في اعتباري وتروح أريان لغرفة والدها يقول لها إن تجيتي للزيارتي أكيد في حاجة أنت عايزيها قياتلو أريان إن التشارت بلغها إنه هيبعت لها عربية في خلال ثلاث سيام وطلب منها إنها تبقى في منزل عائلة كيين لحد ما ييجي معادة الزفاف عشان تاخد دروس الزفاف من والدته قررت أريان إن طلبة شارت صعب جدا ممكن الدوك يوفق عليه بس الأغلب هو حيرفض الموضوع بسهولة ولسا بتفكر أريان في خطة بديلة اتفاجئت بموافقة الكنت وإن سبلع حرية الاختيار قال لها الكنت إن دي فكرة كويسة إن هم يعجلوا في الزواج خاصة إنه في مشكلة في عمليات التعدين عندهم ده غير إن عائلة كيين حيدفعه كمان كل تكاليف الزفاف وبالتالي إياك إنها تفكر تاخد أي حاجة من القصر هنا قبل ما تمشي ورح كمل للدوك إن لو ده كل اللي هي عايزة يارد ترجع تاني قدتها مشيت أريان من عنده عشان تجهز وبعد يومين تقبل عشيئة وردها إيرين ندهتها إيرين وقعت لها سمعت إنك هتسيب القصر بكرة ردت عليها أريان أيوة حمش بكرة من القصر دلوقتي حيقل عدد الأفراد اللي انت بترقبهم في القصر فرض تقدري بقى إنك ترتاح دلوقتي قطعتها إيرين وقعت لها أرجوك سمعيني من الطبيعة إن كل أم تهتم ببنتها في فرحة بما إن والدتك مش هنا فعندي هدية كانت معايا من قبل ما جي القصر ده وصدقيني لو كان عندي بنتكو التحديها لها بس للأسف استغربت أريان وفكرت إيه عاست العابد دلوقتي دور والدتي انت كنت بتتحكمي فيها في كل شبر في القصر الملعون ده تكمل إيرين لأريان أنا عارفة إنك مش بتحبيني بس انت عارفة إن في الإمبراطورية دي المرأة اللي بتفقد زوجها ما بيكونش قدامها أي خيارات وتقدم إيرين الصندوق لأريان تاخد أريان الصندوق منها وهي بتقولي نفسها وفي الحقيقة إيرين عندها حق الإمبراطورية دي ظلمة فعلا المرأة هنا إما بتكون عشيقة أو زوجة في الحقيقة أريان ما كانتش عايزة تعيش رايشة دي كيت عايزة تكون حرة سيدة نفسها مش ملكة أي حد تاني علشان كده شايفة إن الفلوس هي مفتح حريتها نرجع ثاني بقى لأريان اللي كاب بتفكر إنها حتضطر كده ترتب شنطتها تاني عشان تحط فيها الهدية دي بس مجرد ما تدخر أريان قطتها تتفاجئ بالقودة مقلوبة تتفاجئ أريان وتقول لأ وتجري عشان تدور على السجل وتتفاجئ إن الكتاب السر اختفى وتقول لنفسها هو أبي هو اللي أخده طيب لو كنت هو اللي أخده إيه اللي ممكن يحصل إنه أكيد مش هيتسمح مع الخائن أبدا وترتبك وتفكر طب أطلب مساعدة تشارت بس رجعت تاني في قرارها وقالت أكيد لأ طبعا لأن بدون السجل للعقدة مع تشارت هيتليهي فأكيد هو مش هيساعدني تقولي نفسها طب لو عايزة أهرب أنا معيش فلوس وبعدين تفتكر مجوهرات إيرني اللي لسه من ديها لها فكرت أريان إن بيع المجوهرات دي حيساعدها شوية فقررت إنها تاخد المجوهرات وتمشي وأريان جاية تمشي من القوضة دندهدها مادلين خادمتها وكان معاها السجل السري قعت لها مادلين إنك كنت طلب من الخدمات إنهم يفتشوا الغرفة قطعتها أريان وقعت لها ليس سجل في إيدك وهنا بقى نعرف قصة مادلين خادمة أريان الخاصة لما دخلت مادلين قصر كنت عشان تكون خادمة أريان الخاصة كان عندها بس 13 سنة أول حاجة عرفتها مادلين عن أريان إنها مجرد دمية جميلة بيتم تحركها بالخيوط دمية من غير روح بالمعنى الحرف للكلمة وغير كده كان بتحصل حاجة غريبة قوي في القصر كانت مادلين بتسمع الخدم وهم بيقولوا إنهم بيحضروش الوجبة لأريان ويستهزقوا بأريان ويقولوا إنها يعني مش هتموت لو جاعت بالنسبة لمادلين ده كان شيء غريب جدا خاصة يعني إن أريان هي بنت الكونت البيولوجية يعني مش طفلة غير شرعية أو طفلة وقيطة ومع ذلك الموظفين كانوا بيسيقوا ما عملتها وها شايفة إنه كانش فيه أي مبرر لده وما كانت بتسألهم هوا أنتوا إزاي مش خايفين من الكونت لو عارف كانوا بتحقوا ويقولوا لها أنت جديدة هنا الكونت مش بيهتم بيها أصلا ومش مهتم إذا كانت جاعانة ولا لأ طالبة إنه فيش أي إصابات في جسمها انصدمت مادلين من اللهم بيقولوا ولما جاه حد مداد أريان الحدوشر حصرت حادثة الكيكا اكتشفت مادلين إن أريان ما كانتش مجرد كتا وديعة بالعكس تحولت لوحش وأظهرت مخالبها ودلوقتي السيدة أريان هتتجاوز من دوك كيين وأكيد واحدة بكوة شخصيتها دي مستحيل تكون مجرد أداة نفذ أوامر الكونت وبالتالي لازم تكون مهمتها إنها تساعدة في تحقيق هدفها لأن مادلين عارفة إن أريان استحالة تقبل إنها تكون مجرد دمية في الأقصات الاجتماعية بل بالعكس هتفكر إنها تسيطر على العالم الاجتماعي كله بالذات في وجود الدوك كيين الشخص القوي اللي حيزود من مكانتها الاجتماعية حكيت مادلين لأريان إن الكونت طلب منهم إنهما يفتشوا غرفتها ويتأكدوا إنها ما سرقتش أي حاجة من القصر وبالفعل لمادلين لقيت السجل وقررت إنها تخفيه سكيتها أريان وسألتها إن تريه خبتي من الكونت ردت عليها مادلين إنها كانت عايزها تخرج من هنا بأمان سكتت أريان شوية وبعد كده راح تطلبت منها إنها توضى بشنطتها هي كمان اترعبت مادلين وقعت لها ليه؟ أنت بتحاول إنك تسكتيني عشان تضماري القدلة؟ وارتبكت مادلين وقعت لها يعني أعيد دلوقتي ولا أعمل إيه؟ ردت عليها أريان هاخذك معي الدوكية تفاجأت مادلين وفرحت جداً سكتت شوية أريان وقعت لها لأ استني حضر شنطتي الأول وزبطي الغرفة دي وبعدين اجمع أغراضك تاني يوم مهامة في عربة الدوكية تسأل مادلين سيدتي هتعملي إيه لما توصرر الدوكية؟ عندك أي خطط؟ ردت عليها أريان إنها حقيقة مش عارفة اترعبت مادلين وقعت لها طب لو تمسكت بكتاب هنعمل إيه؟ ردت عليها أريان بهدوء مادلين انتقال أنا جداً قبل ما أكون بنت كونت أنا خطيبه تتشارت وعندي عقد معين لو أنا عايزة أتحكم في كل حاجة لازم أكون الأول اللي أبدأ بالهجوم مش عاضر عيشة بقى من حياتي كضحية يوصلوا الدوكية وتلاقي الخدم في انتظارها للترحيب بيها ترحب بيهم أريان كمان بس تتفكر إن طريق ترحيب الخدم بيها مبالغ فيها شوية تدخل أريان للأصل وتقابل شابة صغيرة تسأل أريان هي مين دي؟ شارت ما عندوش إخوات ده غير إن أكيد دي مش العامة بتاعته يعني ترحب بيها الأنسة الصغيرة وتقول لها أنا سعيدة إن قابلتك بس شكلك يختلف عن آخر مرة قابلتك فيها في الحفلة الامبراطوري طبعاً عارفين شكل أريان كان عامل إزاي في الحفلة تحس أريان إنها ذكرت الحفلة دي عشان تستفزها وقررت إنها ترد عليها قتلها معلش أنا فاكرة كل الناس اللي كانوا هناك بس أنا مش فاكرة إن شفت كوشك قبل كده للأسف تتعصب الأنسة الصغيرة بصديقي دوكة كاين وتعرفهم على بعض والأنسة الصغيرة دي بقى تبقى ليلي بنت دوك رومبجيو بنت صديقة عزيزة على الدوكة وعيشة في دوكية كاين فترة تعليمها بالعاصمة وطلبت دوكة كاين من أريان إن أريان تتفهم من الليلي الدفع عندهم طبعاً واضح جداً إن الليلي متدايع من أريان لأنها معجبة بتشارت يعني حتى عينها عليه الحقيقة إن دوكة كاين كانت ملاحظة دا لكنها ما كانتش عايزة تجرحها لأنها بنت صاحبتها بس برضو ما كانتش متوقعة إنها تعمل أريان بالوقاحة دي أما بقى بالنسبة لأريان دوكة كاين كانت شايفة أريان سيدة جميلة جداً وبالرغم إنها مشاركتش في أنشطة اجتماعية إلا إن سلوكها كويس قوي يعني من الآخر حبيت عروسة ابنها رجعت شارت للأصل وقال لهم اتأخرت عليكم دحكت الدوكة وقالت له أنا عارفة إنك عندك شكل كتير عموماً إحنا كنا منتكلم بس نزلت شارت على رجبته وقال لأريان أنا آسف آسف لإني أنا ما كنتش في استقبالك بشكل شخصي وقرب منها شارت وقبل إيدها وقال لها أهلاً بيكي في دوكية كاين شكرت أريان على ترحيبه بيها بس في الموقف ده كان فيه حد بينهار جنبهم مي بقى اللي كان بينهار ده؟ بالظبط كده إلي أنا سألي لي لما كايش مسدع لي بيعملوا تشارت خلصنا هنا بقى لعرض الرومانس لتشارت وقال أريان ونرجع بقى للواقع قايت له أريان كفاية بقى لفه ودوران وقال لي إنت إمتى هتقول لي السعوة الحقيقة لوجودي هنا قبل الزفاف فجأة كده قال لها أن فيه وحدات من كليتمن احتلت المملكة الأخيرة هنا بقى يجي نعرف من هو عدول إمبراطورية كليتمن دي دولة في الشرق وفي الحقيقة الدولة دي عندها رغبة في التوسط عشان تكون إمبراطورية وبالفعل تتوسع على حساب القبائل والممالك اللي بين الإمبراطوريتين وتم إخضاع المملكة الأخيرة وطبعا ده شيء خطير جدا بالنسبة لتشارت قايت له أريان ده معناه إنك هتكون مشغور في المستقبل مش كده؟ قال لها للأسف أنا هكون مشغور في الوقت الحالي عشان كده طربت منك إن أنت تكوني في منزل الدوك لإني حسيت إن مش حقدر هتمي بيكي في الفترة دي فكارة أريان إيه ده؟ من إمتى وإنت بتجيلك الأفكار الحلوة دي؟ كاميرا تشارت مش أحسن لها وليكي إن إحنا نكون هنا بدلا منك تفضلي عند الكونت ردت عليه أريان أكيد طبعا وما تقلعش أنا محافظة على سجل السري نرجع بقى الليل اللي كانت مؤلعة في قدتها وعمالها ترمي حاجات يمين وإشمال وهي متحصبة عمالها تقول هي مين أريان دي؟ مين دي عشان تتجاهلني؟ وليه أساساً الدوك عمالي بوز إيدها كده ده عمره ما عمل معايا كده أنا مش ممكن أعدل اللي حصل ده أكيد التهبانة دي عملت له حاجة تدعم دوكت كيينة على عشا تشكرها أريان على الدعوة والدوكة تقولها أنت خلاص بقتي فرد من العيدة تفرح أريان جداً بجدمة عيدة أسفر حيطة ما تكملش لأن ريري تيجي وهي لابسة فستان وبهرق تستغرب أريان شكلها وتفكر شايفه استان ده مبلغ فيه قوي لمجرد عشا تقض ليلي جنب تشارت وتديله أكله وتقوله جرب دي يرفض تشارت ورغم الإحراج تبص ليليه الأريان باستفزاز كأنها بتقول لها اتعاوذي على كده ولو مش حاجة بكمشي طبعاً أريان شايفها اللي بيحصل وبتفكر ده بجد أخرج في اللعب تسمكت أريان وسألت الدوكة لو ممكن تطلب منها معروف ترد الدوكة طبعاً طلب اللي أنت عايزاه ردت عليها أريان بخجل ممكن أقول لك أمي بعد كده في رحة الدوكة وقعت لها طبعاً إحنا هنبقى عيدة طبعاً في الوقت ده كان في رحة حاجة بتشيت معهم على الصفرة ودي كانت ليلي اللي تعصبت وقامت من مكانها وقعت لهم إيه اللي بسمعه ده طب و أنا إيه تعقلها أريان بكل براقة وتقول لها أنا هتجاوز من التشارت وده طبيعي ورحيتسقرة التشارت هو هيبقى فيه مشكلة ردت شارت لأ طبعاً ما فيش مشكلة تطلب الدوكة أن هم ينهوا عشاهم بقى وما فيش داي لعمل مشاكل في اليوم الأول لوجود أريان في البيت وبصت لليلي وقعت لها أنها تتمنى أنها تبقى هادية شوية وقفت شارت مع أريان عشان يهتزر لها عن اللي حصل على العشاء ردت عليه أريان على إيه بالزبط على إنك أكلت من سيدة تانية قدام خطبتك ولا لإنك ما طاردتش حبيبتك لما خطبتك جات البيت قال لها ما أخدتش منها حاجة ومش من سلطتي أن أنا طردها من البيت للي هي بنت صديقة قديمة لأمي ومش هقدر أعمل لها حاجة لحد ما تخلص تعلمها وهي مش حبيبتي على فكرة أنا مكنتش عارف أنها هتمثل أنها حبيبتي لكن ده مش معناه أن أنا مش غلطان وأنا آسف سكرت شوية أريان وبعد كده قالت له هي مش حبيبتك؟ تمام أنا خطيبة حنينة وهعدل الموضوع بس لازم تتصرف بطريقة كويسة قدام الناس أنا عارفة أني أنا بيننا عقد بس أنا أحبش حد يقلل من احترامي ردها لها تشارت أكيد طبعا وكمل لها وقال لها أنه على فكرة في حفلة إمبراطورية تانية قريب وكمان فيه مسابقات للصيد صدمت أريان من الخبر وقيت له حفلة فجأة كده بيقولوا أن فيه وحدات من كليتمن بقت قريبة معنى أن فيه حفلة ومصابة للصيد في وقت واحد أن فيه حاجة أكيد بتحصل مش كده ردت شارت أ جالنا اتصال من كليتمن أن هم هيبعاتوا مبعوث بما أن المبعوث ده من كليتمن في الامبراطور اهتم بالأمر ردت عليه أريان وهيبت فكر آه فهمت سوهيبت فكر فتكرت حاجة فجأة فتكرت أنها ما عندهاش فستاني الحفلة لأن باباها طبعا رفض أنها تاخد أي حاجة من القصر وكمان ما عندهاش فلوس بما أنها لسه ما تجوزت في الشارت ومش هتعرف تاخد منه فلوس في نفس الوقت ده بقى ليلي كانت مستمرة في الاحتراق الداخلي وهيبت فكر إزاي تدوكة تسمح لأريان إنها تقول لها يا أمي في حين إنها حتى مش مسموح لها إنها تنادت شارت باسمه ولا عارفة إنها تعمل أي حاجة إزاي يديت الإذن للوضيع دي اللي هم حتى مش عارفين هي جات منين المفروض المكان ده يبقى مكانها هي من الأول تاني يوم الصبح تدخل مدلن لأريان وتقول لها أنيسة هوا أنت مش نسي حاجة زي مثلا إنك إزاي ما سألتش عني من أول ما جيت هنا تقطعها أريان وتقول لها أنت تعرفي صنع من جوهرات كويس فهمت مدلن طبعا اللي حصل وقايت لها ما ينفعش إن السيدة اللي هتكون دوكة تبيع من جوهراتها قايت لها أريان عندك حق طبعا بس إنت هتقدر إنك تسرفيني فلوس صدمت مدلن وقايت لها إيه هجيب فلوس منين عشان أشتري فستان بصت مدلن على السندوق اللي اديته إيرين هدية لأريان وقايت لها إن ده برضو فيه مجوهرات ردت عليها أريان لأ شكله رخيص سيبي السندوق ده وحاسته مدلن وقايت لها المجوهرات دي قديمة بس مش رخيصة وكمان حريطة كويسة جدا اتعصبت عليها أريان وقايت لها أولتريك سيبي وحط السندوق على جنب خدت أريان المجوهرات اللي هتبحها وراحت للسوق مع مدلن وطبعا ما كانش هينفع يروحوا لوحدهم رفقهم السير ديل لما شافته مدلن قالت لأريان المكان اللي احنا هنروحه محل صغير ومش قانوني أعتقد أن احنا لازم نتصرف وما ينفعش أبدا أن احنا ناخد معنا السير طبعا فكرت أريان وقررت أنها تخلي السير ديل يقف في طبور مدته ساعة عشان يجيب لها حلويات ولما قال لها أنه هو مش هينفع يسيبها لوحدها طب مردته أريان وقايت له ما يقلقش هيكون معها مدلن وهم كده كده قاعدين في المحل القريب ده طبعا ما كانش قدام السير ديل قلت أنه هو يسمع كلامها وفعلا خدتها مدلن وكانه ماشيين في زقوق طيق ورحت وحشة جدا وأريان ماشي مع مدلن وحد سكران حاول يعكسها بس طبعا معروف أن أريان خلقها ضيق شوية شافت أنه هو وحد سكران الصبحة في زقاء زي ده معناه أنه أكيد مروش قيمة وكمان تجرى أنه هو يعكسها وده معناه حاجة واحدة بس مالزبط كده ضربته أريان تتصدم مدلن وتقول لها سيدتي أنت قتلتي قلت لها أريان لأ طبعا أنا جبته بس على الأرض المهم ما حينوصل قيمة على محل المجوهرات ردت عليها مدلن ما تخفيش قربنا المهم توصل أريان لمحل المجوهرات وتبيع مجوهرتها وتروح تشتري فستان جميل وترجع تاني بسرعة للسير ديل وتشكري على وقفته في الطبور وتطلب منه بقى أنها هترجع للأصر وأريان رجع في الطريق تحس أريان إنها مبسوطة وتشوف إن حياتها كدوكا أكيد هتكون أفضل من حياتها السابقة في كتير بس يا عيني أريان هتصحى من الحلم على تشارت اللي هيقول لها إنها من بكرة هتبدأ دروس الزفاف مع والدته تقول له أريان طب وهي والدتك هتوافق؟ يرد عليها تشارت دي وافقت بالفعل ولإن والدة أريان مش موجودة فبالتالي محتاجة حد قدرت لها الدروس دي طبعا أريان كانت فكرة إنها هتقدر تخرج وتتفسح قبل فرحها بس اتصدمت من دروس الزفاف الحقيقية تجار كمان إن الدوكا اهتمت إنها هتعلم أريان كل حاجة من إدارة المزانية للموظفين والإتيكيت وفضلت أريان لمدة أسبوع على الحالة دي وفي يوم تنده أريان على مادلين وتسألها أنت عارفة بكرة إيه؟ تفهمش مادلين هي أريان قصدها إيه؟ تملة أريان من مادلين وتقولها أنت مش عارفة بكرة ده إيه؟ بكرة هو يوم مفوش درس زفاف لأن الدوكا هتحضر اجتماع وده معناه أخيراً الحرية بعد إسبوع كامل من الدراسة أريان اللي كانت تعبانة ومش قادرة تقوم من مكانها قالت لمادلين يلا بينا نخرج تسألها مادلين على فين؟ هنروح للسوق؟ رضت عليها أريان لأ هنروح لمدان الرماية وفعلاً تروح أريان لمدان الرماية عشان تشتري سلاح والموظف يعرض عليهم مسدسات وبنادق عادية وبنادق جفة وتختار أريان بندقية جفة وتفحصها قبل ما تشتريها تقول لها مادلين واضح إن كان صعب إن اجتلاقي البندقية دي طبعاً كان السرد اللي وقف وراهم مزهون من عروسة الدوك المستقبلية اللي وقفة في محلة أسلحة وبتشتري بندقية وكمان عارفة آخر تحديث للبندقية تقعد أريان مستنية تشوف أنواع تانية من البندقية بس يدخل عليهم نبيل ويقول لها يا طرع إيه اللي خلى سيدة جميلة تيجي هنا؟ المكان دا للرجال القصين أكيد جاي عشان تشوفيني طبعاً هو هنا لعب في عدات عمره بصيت له أريان باستحكار وفكرت مين الوقت دا كمان بس مادلين على الجانب التاني فكرت في حاجة تانية خالص بصيت له مادلين بشافك وفكرت وبتكلم كده إزاي مع السيدة هو حيز يموت تقوم أريان من على الكرسي وتسأله بكل هدوء أنت على أي أساس بتقول كده ليه أنت فاكر إن أنا جاي عشان أشوفك؟ يرد عليها عشان الكرسي اللي أنت قاعد عليه دا؟ مقعد الشرف كل مرة باجي المكان دا لازم أستخدمه وكل الناس عارفة كده دهكت عليه أريان باستفزاز وردت عليه ما كنتش عارف أني فيه أماكن محجوزة في مدان الرمية وبعدين لو كان فيه كرسي محجوزة ما كانش الموظفين هنا طلبوا مني أن أنا أقعد على الكرسي دا طبعاً ارتبك ورد عليها أني دي قاعدة مش معلنة وبعدين دي مجاملة لأفضل رماف الامبراطورية كمل النبيل وقال لها أنه أتأخر في تقديم نفسه هو جلوك الإبن الأكبر لعائلة كولت فكر أريان آه ده بقى كلوك كولت اللي بيقول أنه هو أفضل رمي في الامبراطورية كويس جيه في وقته أنا كنت عايزة تحدفه مباراة تقول أريان إيه دا هو أنت جلوك بس عمل إيه أنا كمان بحب المكان دا رد عليها تمام لو حاب المكان دا قوي كده إيه رأيك علمك إزاي تضرابي نار بالمسدس وبعد كده قدر استخدم المقعد ولو السيدة حابها ممكن تشاركني المقعد طبعا جلوك الغالبان ما يعرفش هو عمل إيه في نفسه ردت عليه أريان عندي فكرة أحسن إيه رأيك أنه ندخل رهان ضد بعض ونخذ معركة رسمية بثلاث طرقات بس وافق طبعا جلوك وكان متأكد من النتيجة بس على عكس تتوقعوا فأول رصاصة جاء الثمانية والثانية تسعة والثالث عشرة أما أريان فأكيد الثلاث عشرة وبالتالي كسبت أريان وتحط كمان اسمها في الأرقام الكياسية المسابقة طبعا اتصدم جلوك وبقى بيسأل الموظفين ممكن يكون الهدف تحرك أو تبدل رد الموظف إن ده مستحيل إذا أسماء مكتوبة قاعد جلوك يزعق وهددها إنه هيدمر أسرتها سألها إنتي بنتي مين قيلت له أريان أنا أريان برونز اتصدم جلوك يعيني ويقول لها إنتي بنتي كنت برونز إلي الشقعات بتقول إنك تخطبت الدك كين تضحك أريان على صدمته لو اتها أنت مش كده طبعا السير دل لازم يتعود إن كل خروجة لأريان فيها أكشن ترجع أريان للأصر وهي مبسوطة جدا وهي بتكلم مثل تقطحها خادمة وتقول لها إن السيدة ليلي في انتظارها تفاجئ أريان وتقول لها أنا ليه تقعد ليلي قدامها بمنطقة الاحترام وتقول لها أنا أسفة أنا حاسيت إن في المرة الأخيرة ما كنتش مهزبة علشان كده قررت إن أنا أقدم لي الكوب شاي تتفاجئ أريان من دراما ليلي وتقول لها مش مهزبة تقصدي إيه ترد ليلي بمنطقة البراءة أقصد تصرفي مع تشارت بالطريقة دي قدام خطبته أصلا أنا كنت متعودة أعمل كده بس دلوقتي أنت خطبته أكيد أنت متضايقة مني تسقط أريان على ليلي؟ أكيد لا تقرر إنها تحرق دمها تقول لها حبيبة شارت كان في قطة مبارح أصلا مش بيحبي يكون بعيد عني اللحظة واحدة تصدم ليلي وتقول لها أنت قطيتوا الليل سوا وتوقع ليلي الشاي على فستانها تجري ليلي عشان تغير فستانها تقول لها أريان إلحاق بسرعة غير الفستان قبل ما يبوز سعيدة جدا إنها تكلمت معاك النهاردة تفصلها ليلي بغضب وتمشي تقرب مدلم من أريان وتقول لها بس أنت كنت في الغرفة لوحدك مبارح ترد عليها أريان مش فرقة ما ده إيش في التفاصيل دي في الوقت ده ييجي الأريان الخادم ويقول لها أن في زائر مستنيها تروح أريان عشان تستقبل الزائر وأول ما تشوفه تقول له أنت هو أنت إللي جابك هنا ترد عليها أنا كمان سعيدة أني شفتك يا أخت الصغيرة ويطلع الزائر ده هو نافير دي بيلون واحد من قرايب أريان والراجل اللي حيورس الكونتو برونز في المستقبل تقول له أريان أنا مش قلت لك ما تقوليش أخت الصغيرة دي تاني أنت أحمق كمان هو والدي قال لك حاجة عني لما مشيت رد عليها أيوة قال لي حاجة كده عن منجم بس أنا ما فهمتش ردت عليها إيه وكرت هو أنت باعت بنتك الوحيدة بس عشان منجم ماس ومش حاسس بقية تقنيب ضمور كمان وتبص النفير وتقول له خلصت كلام ولا لسه مش هتمشي بقى أنت أكيد مش مستني مني أن أنا أقدم لك شيء مش كده يتجهلها نفير ويقول لها بمناسبة عيد ميلادك بكرة مش كده عيد ميلاد سعيد مقدمة أنا أخت الصغيرة أنا بس كنت عايز أقول لك كده بنفسي تضايق أريان وتقول هو عارف عيد ميلادي منين سان سخيف صحيح وهنا نعرف بقى من هو نفير الكونت برونز ما عندوش جر إبنة واحدة بس ومش عند ولد والمرأة في الإمبراطورية مش بتورس اللقب وعلشان كده انتقل حق الخلافة لعيلته واللي كانوا قرايب الكونت ونفير لأنه الأخ التاني هو اللي هيورس الكونت عيلة نفير كانت عيلة بارون ونفير كان ليه أخ أكبر منه وطبعا الأخ الأكبر هو اللي هيورس عارس البرون في حين أن نفير عشان هو الإبن التاني هيورس عارس الكونت برونز العريقة الغنية وطبعا دايق أخو الكبير قوي اللي فدر يضربه ويعنفه لشهور ووصلت أنه هو كمان عايز يقتل نفير عشان هو ليورس الكونت نفير ما كانش فاهم سبب كرها أخو ليه الرغم أنه هو تخلى عن كل حاجة حتى أنه ما كملش تحاريمه بس عشان أخو الكبير هو ليورس البرون بس طبعا لما سمع رغبة أخوه في أنه هو تخلص منه قرر أنه هو يسيب حقه تاني وفعلا راح للكونت وقال أنه هو عايز يعيش معه في القصر وافق الكونت وعرفه على أريان أول مرة شاف فيها نفير أريان حسب رعبة من نظرتها ليه ويعيني كان إحساسه صح بدأت أريان تطلع عليه اللي كايت بتشوفه من الخدم وقالت له ما تتوقعش أنه أنا عاملك كأخا أكبر قابد عن وشي وعيش ذري الفار الميت وبدأت أريان رحلة تنمرها عليه ولما كان ما بينجحش في الدرس كانت تقول له أنت غبي جدا كده ليه أنت مغفل وكسول كمان وتفضل تتحك عليه طبعا نفير ما كانش بيتدايق منها لأن اللي كان بيشوفه من أخوه كان أسوأ بكتير مش بس كده هو كمان حب أريان كأخته صغيرة ليه وكانت كل أيام نفير في القصر كان بيقضيها في غرفته إلا لو كان عنده درس خاص ومع ذلك لما بيخرج من قطو بيلاقيها مستانية قدام الباب تقول له أريان هوا أنت رسة هنا؟ يرد عليها أيوة دبيتي دي رأتي تعصب أريان وتقول له إخرص ليه دبيتك؟ دبيتي أنا لحد ما يموت والدي والحد ما ده يحصل أنت ملكش مكان هنا فهمنا في رساعتها أنه بالنسبة لأريان مش أكتر من دخيل جاي عشان يسرق مكانها وأنها مش هتحصل على أي حاجة من الممتركات أو الألقاب لمجرد أنها امرأة هي زي بالظبط اضطر أنه هو يتخلى عن ممتركاته لمجرد أنه هو الإبن الثاني ومن اليوم ده قرر نافير أنه هو يحمي أريان وأنه يكون بالنسبة لها عائلة حقيقية نرجع بقى لنافير في الوقت الحالي اللي كان فاكر أنه عم وبع أريان مقابل منجة من ماس بس لما شاف أريان حسن الموضوع مش كده خالص وأن أريان أخيرا بدأت تحسي بالحرية وكان فرحان جدا لها طبعا النهاردة عيد ميلاد أريان قدمت لها الطوقة كعكة وقايت لها أن الطاهي عملها لها مخصوص بس للأسف تاريخ أريان مش حلوة خالص مع كيكات بس عادت تفكر أن الطاهي عملها مخصوص عشانها ده معناه أن الموظفين هنا بدأوا يحبوها كمان سمعت الخدمات وهم بيقولوا أنها وتشارت بيحبوا بعض قوي وأن أريان لطيفة جدا وملات معاهم كانت أريان مبسوطة جدا وهي بتسمع الكلام ده بس افتكرت أنها هتخرج من القصر ده بعد سنة وزعلت لأنها هيوحاشها قوي لما عملها كويسة والدفئة اللي شافته هنا يطع تشارت أفكارها ويقول لها أنت كويسة تقول له آه أنا بخير بس شبعها لشوية أخد منها تشارت الطبق وقال لها ما تكبريش نفسك على الأكل يا شكلها لذيذ عشان كده حاكلها أنا عشان الشيف حيزع القوي لو فضل الطبق بتاعك مليان قايت له أريان ما فكرتش في الموضوع ده شكرا جدا لأنك عملت كده فكرت شارت عنده حق بعد كده حقول للطوهي أن بقدرش أكل الكيكة طلبت شارت من أريان لحظة كده عشان يتكلمه مع بعض وافقت أريان وقايت له بوقتي كله ليك وللي طبعا قعدة قدامهم عمالة يعني تسأل هو للدوج قاعد جنبها ومن إنت بيأكل أكل لمسه شخص تاني المهم نرجع بقى لتشارت وأريان اللي أخدها للشرفة وقدم لها مشروب تفاجئت أريان بس تشارت قال لها أنه هو وعدها أنه هيخليها تشرف فايد ميلادها لما تبلغ سن الرشد صح؟ تفرح أريان وتفتكن لما وعدها في السوق الليلي وتقول معقولة هو لسه فاكر لرطيف فعلا طبعا أريان مش متعودة أنها تكون كيوت بقى وكده فقررت أنها تغلس على تشارت وراحت قايت له هو ده بس يدهدك فايد ميلادي طبعا يتصدم تشارت الغلبان ويقول لها أنا مكنتش عارف أن أنا لازم أجيب يديه منفاصلة لها تشارت هو أنت بتحذري فعلا؟ ردت عليه طبعا أنه دي أحسن هدية جاتلي في الميلادي أكيد كانت أريان بتجذب ليه بقى؟ لأن الدوكة جابت هي كمان هدية لأريان وكانت 3 فاستين ومجموعة كاملة من الألماس وقررت أريان إنها لو كانت تعرف بهداية الدوكة دي ما كانتش باعت من جهرات بتاعتها بس اللي حصل حصل ادهد شارت كاس من المشروب وقال لها كل سنة وانت طيبة قايت له أريان هو أنا لي بس اللي بشرب لوحدي رد عليها تشارت إن هو مش عايز يشرب قايت له أريان الفكرة من الشرب إن الشرب مع حد بيكون ممتع أكتر طبعا ساعتها اضطر إن هو يشرب معيها عادت يتكلم مع أريان وتقوله إن طعمه كان صعب في الأول بس بعدين بقى منعش بس مهما تكلمت تشارت ما كانش بيرد عادت تقوله هو أنت ساكت ليه أنت مش معي؟ قال لأ لأ أنا معيكي ويقرب منها تشارت وشكله ما كانش أقد الشرب خف أريان وتقرر إنها تتصرف التصرف اللي بتعرفش جيره أيوة هو ده اديته بالبنية لدرجة إنه هو أغم عليه وأنفه كمان جاب دم وبعد اليوم ده اختفت شارت في القصر لحد ما جيه يوم الحفلة الإمبراطورية كان مكسوف بقى من اللي عمله يشوفوا الخدمات وهو ألقانه متعصب يسألوا نفسهم هو ليه ميت داي كده معقولة علشان هو يروح الحفلة الإمبراطورية وهو مش بيحب الحفلات تنزل أريان من على السلم وتندهله وتقوله هو أنت كنت فين بقى ليه كتير أو مش شفتكش رد عليها تشارت معلش كنت مشغول تقرب منه أريان وتقوله ماشي بس ليه أنت مش بتبصي في عيني يقول لها تشارت إنه هو كان أول مرة يشرف فيها كان عنده 15 سنة لما كان في الحرب ومن أول راشفة ليه فقد الوعي ومن ساعتها أقسب إنه هو مش يشرف تاني أبدا تتسم أريان وراه وتقول كويس إنه هو مش فاكر إنه ضربته وإنه كمان نزف من أنفه هتكده تفكر هو أنت مش عايز تبصير إنك محرج من اللي حصل أنت لطيف قوي تقف ليلي وراهم وتتفرج عليه وتفكر يا وانت بتحاول تغزيني وتكمل حتى أنت عيت شارت بقيت بتتجهلني تنادي تدق على ليلي وتقول لها هو أنت مستعدة؟ لو مستعدة خلينا نروح للعربة تقول لها تمام أنا مستعدة ولسه هتنته ليلي على أريان وتشارت تقول لها الدوقة أعتقد إنه إحنا هنفترق هنا صدم ليلي وتقول لها هنفترق معقول المفروض إنه إحنا نركب مع بعض أربعة واحدة بس طبعا ليلي ما قدرش إنها تامل حاجة ورقبت مع الدوقة وأريان رقبت مع تشارت يوصلوا سوا للحفل الإمبراطوري ويعرفوا تشارت على إنه النجم اللي بيحمل الإمبراطورية ويعرفوا أريان على إنها ظهرة برونز النقية طبعا ينبهر إنه بلأ في الحفل الإمبراطوري بيجمالهم سوا تقول أريان لتشارت الناس بيبصوا علينا قال لها هونسي بالضايقة فجأة تندها الدوقة لأريان وتقول لها تعالي لما عرفك على معرفي تفرح جدا أريان وتشكرها لإن أخيرا حدها دخلها الأوساطة الاجتماعية بشكل لائق يوصلها تشارت بإعجاب ويقول ساعات بتكوني متكبرة وساعات حقيقة بتكوني زي الطفلة وساعات تانية فجأة بتضرب رجالة العصابة بمنتهى العنف ودلوقتي شكلك زي أي سيدة نبيلة متمرسة أنت فعلا غريبة جدا يجي الحارس ويقول لتشارت إن وليه لأحدة مستني وفعلا يروح مع تشارت تكون ليلي وقفة وراه وأول ما تشوف أريان بعيدة عن تدوك شوية تقرر إنها تندهله بس ما اسمها هاشت شارت وتندهله سيدة تانية اسمها داليا وتقول لها سيدة ليلي كنت فاكراكي مش هتيجي الحفلة بس انت جيتي الحفلة وصلت لها ليلي وقايت لها هو فيه سبب يمنعني إن أنا أحضر الحفلة رادت عليها السيدة لأ مفيش سبب يمنعك من أنك تحضري بس افتقرتك سيدة فاهمة بتظهري إمتى وفين تتعصب ليلي وتقول لها تقصدي إيه وتبدأ هنا بقى حفلة التنمر على ليلي يقول لها وانت بسا فاكرا نفسك هتكوني دوكة كاين طول الوقت كنت بتتكلمي معانا كإنك دوكة بس الحقيقة هي أريان برونز هي اللي هتبقى الدوكة تفتكر ليلي الناس اللي بيتطريقة عليها دول إزاي كانوا بيحترموها وبيسمعوا كلامها بس فجأة اتغيروا معاها أول ما سموا خبر جاوزة شارت وهنا بقى نعرف سوى بغضب ليلي من أريان ليلي مجرد ابنة كونت ريفي عشان كده دايما بتحاول يكون لها مكان في الأوساط الاجتماعية والحصن حظها إن والدتها كانت صديقة قديمة لدوكة كاين عشان كده حاولت تستغل الصداقة بكل الطرق كاد بتحلم إنها تكون فردة من عائلة كاين وبالطريقة دي هتكون الضوقة وهتحقق حينما فإنها تكون في كمة المجتمع بس للأسف ظهرت أريان وأخذت منها كل حاجة أخذت كل حاجة كابتحلم بها ليلي تقول للي نفسها إنها مكانش مفوط تيجي هنا تكون أريان وقفة وبتتفرج على الدراما دي وتقول فعلا شوية نبالق في الوقت ده كانت شارتة بتكلم مع الأمير رودن الأمير التاني واللي كان مستغرب من قرار زواجة شارتة من أريان قال له رودن كان لازم تستشيرني الأول الكونت برونزي يبان محايد بس هو بيحب يصنع المكائد من تحت السطح أنا كده موقفي بقى صعب جدا يرد على تشارت أنا قادر أتفهم قلقك بس ما فيش مشكلة هتحسس صدقني يسأله الأمير إزاي أنت متأكد للدراجات دي أن لو وقعت أنت كمان هتقع معي سأله الأمير وإيه السبب بقى اللي هيخلي الكونت برونزي في صفنا رد عليه تشارت أريان أريان معها حاجة هتقدر بيها أنها تقلب الترابيزة كاملة تشارت أريان عملت معي صفقة أريان عملت معي صفقة واستخدمت سجل برونزي السري كورقة للمساومة ولو أنا حصلت عليها منها حقدر أن أنا أضع في حزبه وعليه العهد يقولي الأمير ده معناه أنك أنت حتطلقها بمجرد انتهاء العقد يعني بعد سنة واحدة بس رد عليه تشارت آه مفيش مشاعر بيننا إحنا بس هننفز العقد دخل الامبراطور لقاعة الحفلة ومعاو عليه العهد والأمير رودن قال الامبراطور إنه هو سعيد جدا لحضور النبلاء وبرغم الدعوة المفاجأة بس خلوني أقدم لكم دفشرة في الليلة وكمل إنه ياريت يرحبه معاه بالأمير باكو من امبراطورية كليتمن شكر الأمير باكو على ترحيب بيه تشبه عليه أريان وتقول أنا حاسة أن أنا شفت الوش ده قبل كده وتفتكر إنه هو المتحرش لديها في الزقاق وإن ده أمير كليتمن تنخضى أريان وتستخبه وراء تشارت ما هي مش عايزة أمير كليتمن يشوفها ويفتكرها نرجع لتشارت اللي استغرب من اعتراف الامبراطور بكليتمن كامبراطورية وقالية ترى هيكون فيه اعتراض من النبلاء بس يفكر إنه برضو الامبراطورية لو ما اعترفتش بكليتمن ده هيبدأ حرب من الامبراطوريتين مقدرش يقول إنه قرر الامبراطور غلط بس تقطع أريان تفكيره وتسأله هو ليه جيه فجأة كده مجموعة من المبعوثين من كليتمن رد عليها تشارت إنه ممكن يكونوا بيحاولوا يعملوا مواحدة ودية فكر أريان هو ليه أصلا ممكن امبراطورية كليتمن المعروفة بكوة محاربينها إنه هم يعملوا اتفاق ودي مع امبراطورية هاربيون المسالمة أصلا ده شيء مش مطمئن ده مش بيهزروا واضح إن الحرب فعلا على أبويب تكلم إنه بلق مع بعض ويفكروا إزاي الامبراطور بيرحب بكليتمن ويعمل لهم حفلة للمجرد همج إم تعامل الامبراطورية أساسا لنفسهم تسمحهم السيدة سوشيمي وتقول لواحدة منهم أيا كان تضيف الامبراطور لازم يتم احترامه داخل الامبراطورية شوف أريان الخنائة وتفتكر السيدة سوشيمي لما خبطت فيها وبصف استنع في الحفر الامبراطوري السابق تدخل أريان في الخنائة وتقول للسوشيمي أنا مبسوطة إنه شفتك انت لي ما بيجيش عشان تشوفيني تطلب أريان إنها تدخل في المناقش ما بينهم ترد عليها السيدة وتقول لها كنا منتكلم عن مبعوث كليتمن وتسألها سيدة أريان أنت كمواطنة من الامبراطورية هاربيون تيباني إنك تعترف بهمك كليتمن كامبراطورية؟ ترد عليه أريان إحنا هنا بدعوة من جلالة الامبراطور ودول بيكون ديوف الامبراطور ما ينفعش إهانة تضيف كمان هو أنتو بتعترضوا على أمر الامبراطور بيعترف بكليتمن كامبراطورية دي إهانة الامبراطور على فكرة تنصدم السيدات النبيلات ويقول لها احنا ما كناش بنهين الامبراطور كم من قلنوا تقول لهم عشان كده انا بقول لكم ان انتوا تنتبهوا لكلامكم انتم قلت عليهم همج وامبراطورية كليتمن قوية زي هاربيون وكلامكم ده ممكن يسبب ازمة بالامبراطوريتين يسمع صوتهم العالي امير كليتمن باكو يسمع صوتهم العالي امير كليتمن باكو وبيبص يلاقي مين يلاقي اللي ضربت نص النصف المال هو الحد الوقتي ايوة اريان ويقول لها معقول ما كنتش عارف ان في حد من امبراطورية هاربيون عنده عقلية عظيمة زيك يسلم عليها ويقول لها مساء الخير سيدتي يجي الامير باكو عشان يقول لهم انه هو سعيد انه سمع الكلام ده منها ويسلم عليهم طبعا تتضايق اريان لما يقرب منهم بس تضطر انها تبتسم قدامه وتقول له انت كنت بتتصنط على كلام ناس تانية مش شايف انه دي وقحة ضحك باكو وقال لها اه ما كنتش اقصد ان انا دايقكم بعتذر عن اللي حصل ترد اريان طب كويس انا مبسوط انك عرف عشان كده انا حمشي يندهلها باكو ويقول لها لحظة لو سمحتي انا بقالي فترة بعاني من صحابة في الاكل لان فاكي بيوجعني يا طرى ترافي ايه السبب تفكر اريان اه بدأنا ترد عليه اريان ان الفاكي بيتقلم كل ما تكبر في السن وتقول له اظن ان ما فيش حل لسنك رد باكو لأ لأ انا صغير انا لسه عمري واحد عشرين سنة بس ترد عليه اريان اه فهمت بس معلش انا لازم امشي انا وصدقتي فيه موضوع مهم جدا لازم لنقشه مع بعض وتمشي اريان وتسيبه يبص لها باكو اعجاب ويقول دي فعلا مجنونة تودع اريان سوشيمي وترجع علشان تشوف تشارد في الوقت ده بيظهر قدامها رجل نبيل ويقول لها انا اول مرة قبلك وحابب ان اعرفك علي انا والد جلوك وحابب ان انا اتكلم معك على انفراض تفكر اريان اه هو انت والد الوغض اللي كان في ممدان الرماية فعلا شبه ابنك بالزبط ردت عليه اريان اسفة الموضوع صعب لانه خطيبي مستنيني فلو عايز تقول حاجة قولها هنا رد عليها بعصبية وقال لها تروحي دلوقتي لمدان الرماية الامبراطوري وترغي لنتيجة المواجهة فتحق له اريان باستفزاز وتقول له ليه ليه اعمل كده تعصب والد جلوك وقال لها المواجهة دي وقبل ما يكمل وقف نفسه وقعد يبص حواليه علشان ما يكونش حد سماحهم قال لها ان المواجهة دي جير عادلة ازاي تجرؤ امرأة انها هتطلب القتال في مدان الرماية الامبراطوري وقال لها بعصبية انت رازم ترغي نتيجة المباراة دي دلوقتي وما تروحيش ميدان الرماية ده ابدا ردت عليه اريان على حد علمي ان مش ممنوع السيدات ان هما يشاركوا في المسابقات فريه بقى المنافسة دي ما كانتش عادلة رد عليها بعصبية لان كل عارف ان النساء لا يمكنهم الرماية وهو ده منطق الصحيح مش كده انت مجرد امرأة تحكت له اريان وقالت له راجل في سن ابنك مش عارف يتصرف فتكرر ان هو يروح لوالده يعيط له وهو فاكر نفسه لسه طفل وعيزنا تنزله اظن ان انت وابنك اللي معندهمش مونطق في اللي بتقولوه تعصب عليها الكونت وقال لها انها واقحة جدا في نفس الوقت ده كان الامير رودن حواليهم وسمع النقاش بين اريان والكونت اتدخل الامير رودن في النقاش وسألهم هو انتو بتتكلمه في ايه ما خليك متعصب اوي كده يا كونت اتفاجئ الكونت اول ما شاف الامير رودن استغرب الامير وقال له هو انت متفاجئ اوي كده ليه في نفس الوقت ده كانت شارت بيتكلم مع كونت برونز ويقول له انت عارف ان ابنتك اتعرضت لحادث لما كنا في المسرح في شخص عنده مشكلة معاك حاول ان هو يقذيها يتفاجئ كونت ويقول له معقول ده حصل انا كأب في الحقيقة مش عارف اقولك انا حاسس باي اتمنى لو كانت فضلت قادة في البيت وبتتصرف بادب يعطيها تشارت ويقول له هي ارياد ما كانتش بتخرج كتير رد عليك كونت وقال له اه مش فاكر انها كانت بتخرج الا للتطوع في ضرد ايتام فكر تشارت علشان كده علشان كده كان في حاجة كتير قوي ارياد ما كانتش بتعرف تعملها وفتكر ازاي كانت سعيدة جدا بالحاجات الصغيرة وضغطة لان الكونت ما كانش بيسمح لها بالخروج بصت شارت حواليه عشان يدور على ارياد شافته ارياد وكمان شافت الكونت واقف مع تشارت رح لها اطشارت وسأل هو ليه صاحب السماوة الامبراطورية مع خطبتي ضحك رودن وقال له انا هنا علشان خطبتك وكونت كلت كان بها منقشة مصيرة لاهتمام جدا طبعا الكونت كلتك المرعوب جدا وقال لتشارت ايوة ايوة فعلا بس انا عندي حاجة مهمة لازم اهتم بيها ومشي وسبهم سألت اريانة شارت فهو انت كنت بتتكلم في ايه بالضبط مع والدي رد عليها تشارت بتردد انا بس كنت عايزك تبتسمي ورح غير الموضوع وطلب منها ان هما يرقصوا مع بعض وكالعادة سحرت اريانة شارت بتسميتها الجميلة يشكرهم الامبراطورة على الحضور ويعلن عن مسابقة الصيد اللي هتستضيفها العيد على المركب والمسابقة تي هتكون بعد يومين بالضبط واللي تم اعدادها على شرف الامير باكو وكمل الامبراطور ان التفاصيل هتتبعت لكل عائلة عشان ينضمن المسابقة وتعلن عن قواعد المسابقة ان المشاركة مكتصرة بس على النبلة الامبراطورية ولازم يكون معاهم ادوات الصيد والفايز هيحصل على اللقب الكنت وبعد يومين جيه يوم المسابقة طبعا ليلي هتحضر المسابقة وكررت انها تلبس احسن حاجة عندها وده علشان تبان متقلقة واجمل واحدة في الحفلة طبعا ليلي كان كل تفكيرها انها تلبس فستان احسن من اريان علشان الناس يقولوا عليها انها الاجمل بس اريان ما كانتش مهتمة بالشكليات زي فستان ايه اللي هي بتفكر فيه هي قررت انها تدخل المسابقة بنفسها تنزل اريان على السلم وتعتذر لهم عن التأخير قالت لهم ان السبب في تأخيرها هو انها مش عارفة تختار ان هي مسدس تخدم معها المسابقة تصدم ليلي وتقول لها ايه مسدس تتكلم عن ايه بالزبط انت تقصد انك هتحضر لي مسابقة السيد قالت له اريان اه انا منحق اشارك بصفتي من نبالية الامبراطورية سكتت شارت وقالها فهمت قالت له اريان انا عارفة انك قلقان بس عايزك تسك فيها لاني حضر ازبط نفسي النهاردة فكر شارت باستوراب عايزة تثبت نفسها هي بصفتها واحدة من النبالية مش محتاجة انها تثبت نفسها في الامبراطورية كمة الانسان بتتحدد من المكانة اللي هو برسها بس هو عارف ان اريان المرأة وملهاش مكانة موروسة علشان كده لازم تبزي المجهود اكبر علشان تثبت نفسها بس برضو طريقة اللي هي بتستخدمها صعبة جدا اكيد كل اللي في الامبراطورية هيقفوا ضدها ويفكر شارت هو كمان يا طارى لازم يوقفها بس ازاي هيوقفها وعينها متحمسة قوي كده ومقتنع باللي هي بتعمله فكرر شارت ان هو يقف جنبها ويدعمها بصلها شارت وقال لها انا هشجعك ومستني اللحظة اللي هتنجحي فيها وتثبيتي نفسك بتحكله اريان وتقول له وانا هنتصر وهبهرك يبص شارت على حمسها وسقطف نفسها ويعجب بها ويدحك يشوفوا الخدمة اللي حواليهم ويستغربوا ايدا هو السيد بيدحك نروح بقى لمسابقة السيد واللي كانت بتقام بس في المناسبات السعيدة وكانت الجائزة مهمة جدا وهي اللقب ولان الفائز بالمسابقة هياخد لقب البرون كانت مطمعة للناس كثيرة جدا خاصة ان الابن الاكبر بس هو اللي بيوري استقاب العيلة لجانب ان ما حصلتش ولا مرة في التاريخ الامبراطورية ان فيه سيدة حصلت على اللقب ده بالتالي لما دخلت عليهم اريان بلبسه وادوات السيد فاجأ الحضور وحصلت ضجة في الحفلة كلمت كونت براود وهو موالي الورية لعادة شارت ويقول دوك كاين ازاي في يوم السيد ده تخلي السيدة تلبس مرابة زي دي ازاي تهنها كده ولو انت بصححتش الوضع المخالف للأداب ده دلوقتي هتنهار سمعة دوك كاين والكونت برونز رد عليه تشارت السيدة حتشارك في مسابقة السيد باسم عادة برونز بس انت بتقول ان لبسها في مشكلة ليه يتصدم الكونت براود ويقول له انت اكيد بتهذر ازاي امرأة تشارك في مسابقة السيد يسمع كل النبلاء اللي حاضرين كلام الكونت براود ويعملوا ضجة ويقوله ازاي يعني امرأة هي اللي تكون بالسيد في مسابقة السيد اللي دايما للرجال يطخل في الوقت ده الامبراطور ويسأل هو ايه سبق الضجة الموجودة دي يرد عليك كونت براود احنا متناقش في ملابس السيدة اريان السيدة بترتدي ابن طال وهي امرأة ومش كده وبس دي اعلنت كمان انها هتشارك في مسابقة السيد تسأل الامبراطور اريان هو الكلام ده صحيح انت فعلا عايزة تشارك في مسابقة السيد ردت عليه اريان ايوا يا صاحب الجليلة الدعوة بتنص على نبارية الامبراطورية بس هم المؤهرين المشاركة رد الامبراطور فعلا ده صحيح مكتوب ان كل النبارية الامبراطورية مؤهرين ان هم يحضروا يقول له براود بس كده لتك امرأة في مسابقة السيد مفيش قانون زي ده رد عليه اريان بس برضو مفيش قانون يمنع النساء من المشاركة خلينا نبدأ المسابقة وكفاية كده مش عايز اي سلوك سايق تجاه السيدة وبصر اريان وقال لها اتمنى انك تكوني على مستوى توقعاتي استغرب اريان من كلام الامبراطور خاصة انه هو السبب في وجود النظام الحالي اللي مش بيدي المرأة اي حقوق يا طارده ورا حاجة بس عموما حتى رو فيه سبب خفي المهم من الامبراطور سمح لها بالمشاركة نرجع بقى للمسابقة لمن تقصها ان النساء بيتوزع المنزيل على الرجال المشتركين في المسابقة كشكل من اشكال انها تتمنى لهم الفوز وده معناه ان اريان مش هتاخد واحد للأسف بس تتفاجئ اريان بوجود نافير اخوها وتقول له انت اني جابك هنا ادهى المنزيل وقال لها انا جيت هنا كاخي لطيف بيتمنى رفوز لأخته الصغيرة انا جيت عشان اتمنى لك النصر واتمنى انك تقبل المنزيل رد عليه اريان وانت ريحة تدهو لي رد عليها نافير عشان انا روما ديكش المنزيل محدش هيديك حاجة مش كده عنيف قوي نافير في رده ردت عليه اريان انت حقيه مزعج قوي قال لها نافير معلش انا مستمعك كويس وصلت له اريان وقيت له انت عرفت مني ان انا هشارك رد عليها انا سمعت الامبراطور قصدر وثقة رسمية واكدت المعلومة كمان واحدة من الخدمات ورح بص على مدلن تشكره اريان مثلا على دعمه لها اكيد لا اتعصبت عليه وقالت له انت ريبت الدخل في حياتي اتمنى ان انت متعملش كده تاني ولا انت مبتفهمش كلامي طبعا نافير جاني ان هو كيوت يعني بس فاهم انها بتقول كلام مجرد دبش لرسانها بيقوله تقول له اريان على كل ان هاخد المنديدة عشان تمشي وياريت يعني تبطلت صرفاتك الغبية دي رد عليها نافير ماشي حسنك لحد ما ترجعي تقول له اريان ما فيش دعال ده ممكن تمشي عادي طبعا نافير فاهمت وقلها لا لا طبعا حسنك لحد ما ترجعي يمشي نافير وترجع اريان لمدلن هي متوترة وتقولها هو كل حاجة جاهزة ترد عليها مدلن طبعا الوضع غريب شوية بس ما فيش حد بزجائك او بمظهرك ضغير كمان ان مهارتك في الرماية ممتازة كمان ما تنسيش ان انت اللي هزمت ازايد جلوك افضل رمي في الامبراطورية ردت عليها اريان بفخر طبيعا ان انا هزمه بس اللي ما تعرفوش اريان ان اصلا جلوك اول ما شافه في المسابقة هرب منها يعني الامبراطور ان جميع المشاركين لازم يتجمعون وان المسابقة هتبدأ وطلب منهم ان هم يبزروا كل جهدهم في المسابقة دي وبلغهم ان معادة انتهاء المسابقة هيكون الساعة خمسة بعد الظهر ولسه الامبراطور بيعلن بدء المسابقة يقطع وليه العهد ويطلب من الامبراطور ان هو عايز يعلن عن المفاجأة مفاجأة هو حضرها في المسابقة عشان يخلي المسابقة مصيرة اكتر من كده شوية وقيف وليه العهد قدام الحضور وقال لهم ان المسابقة زمان كانت مملة قوي علشان كده قرر يديف شوية اصارة هيديف للمسابقة وحش نبير صدام الناس كلهم من كلمة وحش ضحك وليه العهد وقال لهم انا عارف انكم عايزين تعرفه اكتر عن الوحش ده بس دي حتكون مفاجأة عشان يستمتع اكتر ويبص وليه العهد على اخوه الامير رودن ويقول الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول لكم عليها ان الوحش عليه شريد ذهبي ولا حيصطاد الوحش ده هيكون هو الفايز في المسابقة ولو محدش قدر يلاقي الوحش هيبقى هنرجع تاني القواعد القزيمة فكر امير رودن ان اخوه غريب جدا واضح ان النوع ده من المسابقات بتسعيده كأنه بيستمتع بمعنات الاخرين وممكن يكون بيخطط لحاجة تانية وسكت شوية وقال مش ممكن صدم الامير وندرت شارت وقال له انا عايزك ضروري استغربت شارت وقال له سموه الامير في ايه وحبصت شارت على الاريان قايت له ااريان ما تقلعش علي انا هكون بخير وحعرف اعتني بنفسي كويس رفضت شارت وقال لها لا انا مش عايز تسيبك لوحدك قررت ااريان انا عارفة انك عايز تدعمني بس انا ما نفعش اعتمد عليك باي شكل من الاشكال ولازم هنا اتصرف لوحتي وقالت لتشارت ما تقلعش حصد قرب المدخل ما تقلعش وارجع بسرعة اترددت شارت شوية وبعد كده قال لها عموما ما تعديش المدخل وبالذات الاماكن اللي حواليها خطوط حمراء ما تبعديش ابدا جوه الغابة قايت له ااريان اوعدك اني مش عدي خطوط الحمراء يمشي تشارت ويروح مع الاميري التاني لأصل الامبراطوري ويدور الاميري التاني وتشارت على اميلي في الاصل الامبراطوري بسأله تشارت بس انت ري بتدور على اميلي دلوقتي ممكن تكون مستخبية في مكان ما رد عليه الاميري التاني لما قاله واريد عهد ان هيكون في وحش نبيه في المسابقة كان باين على وشه السعادة قوي قال له تشارت هو انت حاسس ان اميلي هي الوحش اللي بتكلم عنه واريه العهد رد عليه رودين ايوه لما كانش كده من قدش هيكون سعيد قوي كده الوقت ده عمل كده عن تعمط فكرت شارت ان وليه العحد الشخص بيحب يطعن النص في ظهورهم وكمان بيبتسم من جر ما يحس باي زنب او ندم وليه العحد بيمتلك كل شي من يوم مولدته ومهما عمل محدش كان يقدر يقول له حاجة ولا حتى كبيعتزل لحد عن اي حاجة بيعملها ولو الراجل ده بقى امبراطور في يوم من الايام فاكيد الامبراطورية دي هتنهار تماما نبدأ هنا بقى نعرف من هي اميلي اميلي هو عضو مهم جدا في عائلة الامير رودن سمت اميلي على اسم والدة رودن بيولوجيا الامبراطورة ميليا الامبراطورة ميليا كانت تحب الامبراطور جدا بس للأسف وقعت ضحية للسلطة وده كان سبب وفاتها في نفس وقت ولادت وليه العهد اتشفت الامبراطورة الاولى ان ميليا حامل بتفر الامبراطور وده تسبب غضب شديد جدا الامبراطورة الاولى طبعا ميليا كانت قلقانة من ان الامبراطورة ممكن تأذي منها وعالتها بس قدرت تكون هي كمان الامبراطورة رغم معارضة الجميع طبعا الامبراطورة الاولى بدت في اضطهاد ميليا بشكل كبير وكمان ضعف ميليا بعد الولادة ساعد على ده وكل ده طبعا اتسبب في وفاتها مبكرة بس مقفتش الامبراطورة عند ده كمان هي صحقة عائلة الامبراطورة ميليا وساعتها تكرر اتبقوا من العيدة ان هم يهربوا من الامبراطورية بس قبل ما يمشوا راحوا الامير رودن بشكل سري تحت حماية شارت وعرضوا عليه نمسا ابيض اللي هو شعار عائلة رودن وطلبوا منه ان يكون هو الامبراطور وعادهم رودن ساعتها انه اكيد هيكون هو الامبراطور فكرت شارت ان الولي العهد هو اللي عمل كده فعلا عشان يقتل امري يبقى عمل كده بمساعدة ناس تانية مش لوحده طلبت شارت من رودن ان يروح لأرض السيد عشان يدور على امري ويلاقيها نرجع بقى لاريان اللي كانت في ارض السيد واللي فعلا لقيت الوحش النبيل فوق الشجرة سكان متحط بزقاب واريان فضلت تفكر وانا لو استطدت النمس مش حابقى اعرف ايه رد فعل الزقاب على ده لو اطلقت النار على الزقاب حيكون النمس هرب لازم اعمل اي حاجة عشان هفوز بالمسابقة دي بس فجأة جري النمس عليها وجري الزقاب وراه استغربت اريان انه بيجري نحيتها فكرت انها كده هتكون في خطر لان قطيع الزقاب جمع عليها وبدأت اريان انها هتضرب الزقاب بالرصاص بس السوق حظها خلص الرصاص اللي معاها وما كانش عندها وقت تحط رصاص ثاني في البندقية فهجأة هجم عليها اخر زقب بس وقعه قدامها الزقب لان فيه حد ضربه بالسهم عادت اريان مش مصدقة انها لسه عيشة لحد الوقتي بس شفت السهم اللي قتل اخر الزقب وسألت السيمين اللي ساعدني وهي قاعدة على الارض لقيت جنبها النمسر الامبراطوري شريته اريان وقالت له انا كنت بدور عليه بس انت طلعت جنبي انت كنت حتموتنا احنا اللي اتنين وحتبسط على الزقاب وقالت بس هو انا هعمل ايه مع كل الزقاب دي بس عموما تمام انا كده اخذت الحيوان النبيل وقتلت كل الزقاب دي واريان فرحانة سمعت صوت ناس جهينة عندها الجاري عشان سمعوا صوت الرصاص خفت اريان لا ياخده منها الحيوان الامبراطوري وقررت انها تشيري شريته الدهب مع رقابته جالها اتنين من النبالاء وقالولها سيدة اريان هو انت دقتلت كل الزقاب دي قلت له اريان اه معده واحد بس بس هو انت اللي بتسأله رط عليها واحد منهم تمام بس اسم تعرفي انك ما يفعش تكذبي علينا لانه مستهد على المرأة انها تصطاد مجموعة من الزقاب بالشكل ده لوحدها اكيد انتي جتي معاكي ادوات وناس يساعدك من بيتك خبيتي الحاجات دي فين ضحكت اريان وهي بتسمع الكلام ده منهم فكرت لحاجة معتدة في المسابقة دي ان يتم التراعب بمساعدات خفية وان العلاق كان بتتواطق مع بعضها بس برضو اريان كانت متضايئة جدا من اتهامهم ليها انها بزلت مجهود كبير عشان تكسب مسابقة دي بمجهودها الخاص رد عليهم اريان اما عمدتش كده انا مش محتاجة اي طريقة للغش عموما ضوى في المكان ده كله وشوف لو فيه حد ساعدني ولا لأ قالوا واحد منهم اظن اني كلامها صح سنعمل ايه رد علي التاني دول ست زقاب هيبقى احسن لو كنت انا نفصل بكل ده شايفاهم اريان بيتكلموا وعملها تقول هما بيتكلموا في ايه قال لعوا واحد منهم سيدة اريان انت لازم تسيب الزقاب دي هنا قلت لهم اريان انت بتقولوا ايه وكرت كنت عارفة الحقيقة ان العالم مليان بالناس السيئة بس دول هما حقيقي الاسوأ مش بيسعوا ابدا عشان يحاقوا اي انجزب نفسهم ما عندهمش بس غير مهارة في سرقة مجودة الاخرين وكرت محدش هيهتم بموتر او غدل في الغابة لغابة مليانة حيوانات برية واكيد الحيوانات دي هتقولهم هيكون سهل التخلص من الجسس دي بعد قتلهم لو يعرفوا بس اللي انت بتفكري فيه المهم مسك النمسي رجليها شافته اريان وشاريته قاتله وما تخافش محدش هيئذيك تعصب الرجل وقال لها انت بتقولي ايه احنا لازم خلصناش كلامنا الرد التاني المكان ده مفوت سكان كتير فمهما عملنا محدش يعرف حاجة علشان كده لازم تكوني هادية بس طلوه مريان باستحكار وقالت لهم مايهمنيش ان انتو بتقولوه خلوا الزئاب معاكم وانا حمش من هنا بس اللي هما ما يعرفوهوش ان في الوقت ده كان فيه حد بتفرج عليهم من فوق الشجرة مين ده بقى؟ الامير باكو كتدائي جدا باكو لانها ثبت الناس دي هما اللي ياخدوا جزء سازقاب ومشيت وبالرغم من نصدقه عدواني وده بم من اول مرة قابلته فيها بس برضو لما ظهرت في الحفل الامبراطوري كات سيدة انيقة ووقورة جدا حتى في المواقف الدبلوماسية بنت كشخص حكيم وكمان كتجريعة جدا لما حضرت المسابقة ببنطال وقررت حتى انها تشارك فيها مش بس كده دي قدرت تواجه قطية من الزقاب لوحدها ورغم انه هو سعيدة في قتل واحد بس هي قتلت خمسة لوحدها فعلا فكر باكو انت مين بالضبط ووراكي ايه؟ نرجع بقى لأريان اللي كان بتتكلم مع النمسي الامبراطوري وعملها تقوله محدش عارف ان انت صاحب الشريط الزهبي مش كده؟ طبعا ده وكت لسه بالشريط كان هيحاولة ياخدوك مني بس ما تخافش انا وكتش حسيبهم انا مبسوطة انك حجمك زغير فحقد راشيلك معيه في كل مكان سمعت أريان حد بي نادي عليها بسط على الصوت لقيته الامير رودن ساريته أريان هو تشارت فين هو مش معك؟ قال لها الامير تشارت في مكان تاني ورح بس الامير رودن على النمسي وقال لها من فضلك الديني ايميلي النمسي اللي معيك ردت عليها أريان لا طبعا مش هدهو لك ده مش لعبة رد عليها أنيسة أريان ايميلي بتاعتي ناو سمحت ردم تدهيلي رفضت أريان وقيت له بكل حدة صاحب السمم حتى لو ايميلي بتاعتك هي دلوقتي بقت فرستي ومش حد دهيلك تعصب الامير وقال لها هتي ما تعرفش النمسي ده بالنسبة لي ايه وكمان فين الشريط الدهبي فرجت أريان الشريط وقيت له شريطه قال لها الامير زي ما توقعت وليه لعده هو اللي ورّت ايميلي في اللعبة دي وبصلها تاني وقال لها أنا كنت بدور على ايميلي قبل ما حد يؤذيها اتواصل اليك رجعها لي رفضت أريان وقايت له أنا دلوقتي بخاطر بكل حاجة عشان النمسي ده أنا امرأة وعلى الرغم من معارضة الكل اللي مشاركتي في المسابقة انت عارف انا شاركت فيها ليه مش كده رد عليها الامير حتى لو انت فزتي مش هتحصري على اللقب دهكت له أريان وقايت له احصل على اللقب صدق كلمات جالتك قلقتني قال لها باستغربت قصودي ايه ردت علي اقصد اني بصراح عارفة ده كويس أنا لما قبضت على الوحش ما كنتش متأكدة من حصولي على اللقب لان انا امرأة أنا بس كنت عايزة خالف عادات الامبراطورية وكملت ما تقلقش انا مش حقزي ايملي بس انا برضو مش هتنازل على المسابقة دي لو انت ساعدتني ان انا حصل على اللقب ساعدتها هرجعلك ايملي بس طبعا بعد ما خلي الامبراطوري شوفها الاول قال لها تمام انت هستحصري على اللقب وانا هساعدك بس اتأكد ان ايملي تكون بأمان لان لو حصل لها حاجة اتأكد ان انا هعمل كل مفواسي عشان ادفعك التمن اتفقنا وقفت اريانا على الصفقة وقايت له ودي الصفقات اللي انا بحبها قوي قوفي بوعدك انت الاول رد عليها الامير موافق والده ختم العيلة الملكة وقال لها لو عرضت الختم ده على الامبراطور فاتأكدي ان الامبراطور هيحقق لك اي امني انت عايزها وعلى فكرة انا هو تشارت صحاب مش متخبه صرار على بعض يعني بيقول لها ان هو عارف ان بينها وبين تشارت عاد يشوفهم تشارت من بعيد ويقرب منهم ويقول لهم ما كنتش عارف ان انتو اللي اتنين علاقتكم كوية قوي كده مع بعض يبصروا هما اللي اتنين ويقولوا انت هنا تشارت سألهم تشارت هوا انتوا بتعملوا ايه مع بعض وهو بيفكر انهم قرابين من بعض قوي كده ايه ده مين اللي بدأ يجير بدري قوي كده بصت شارت على ايد اريان لاي اميلي معيها قايت له هي مبسوطة شفت انا لقيتها شاطرة مش كده فكرت شارت زي ما كنت متوقع وليه العهد هو اللي كان ورا اختيار اميلي بس هي اريان عارفة تمسك اميلي ازاي قرب منها تشارت وحطي ايده على وشاة وقال لها برافو عليك مسألها تقزيتي ولا حاجة الصدم رودن وفكر هو بيبصرها كده ازاي شارت البارد لزاي التلج بيبصرها بحب زي بيعمل خطوكتو بالحنية دي بصرت شارت وقال له ايه النظر الغبية لعلى وشك دي رد رودن انا برضو ليه تعبراتي غبية ايه انت ما شفتش نفسك من لحظة كنت عمل ازاي اتجهلت شارت رودن وبصل اريان وقال لها يلا بينا نرجع في الوقت اتل اريان واتشارت في الغابة كانت ليلي واقفة في الحفلة لوحدها وعمالها تقول ايه الدنيا حر قوي كده الدنيا حر قوي على اللبس اللي انا لبسا ده وبالرغم ان كل اللي انا عملاه في لبسي حاتش اهتم بي لانا مش قادرة تنفس من المشدة اللي انا لبساه تسمع ليلي النبيلات وهم بيتكلموا عن اريان وبيسألوا يا ترى ايه الحيوان اللي حتصده اريان ترد واحدة بصراحة انا شك انها ترف تصد حتى لو سنجاب واحد ترد نبيلة تانية فعلا بس شي غريب ليه دوكيين عايز يخطب واحدة زي دي هو بيحب السيدات اللي بيحبه الصيد تفكر ليلي فعلا انا برضو مش فهمة هو ايه اللي عجبه فيها تكمل النبيلات واللي يكون مظهر اريان الجميل هو السبب ترد اريم سيدة هو ليه يعني مش بالمنطقة ان النساء يصطده وتطلع ديه بقى سيدة ألس سيدة بتحب انها تصطد برضو بس بالكوس وبتشوف ان كل انسان عنده موهبة ما ينفعش يعني انك تغسري موهبتك لمجرد ان انت امرأة تفكر ليلي واضح ان السيدة دي في صفة اريان تسأل نفسها وطبيعا النساء كمان تصطد طب هتستفدق من الصيد ممكن تعمل كده مرة ومرتين من باب الفضول بس ده هيخليها مختلفة قوي عن باقية النبيلات وممكن يخليها كمان تتأخر عن الجواز اعتقد ان ما فيش فايدة من حاجة زي كده وهي بتفكر يسألها حد شكلك مدهية قوي تبص ليلي وتلاقي وليه العهد وتسأل معقولة قابل وليه العهد وانا في حالتي كده يقول لها شكلك تعبانة قوي من ارتفاع الحرارة تفضل يشرب الميادي تشكروا ليلي وتفكر انا مش مصدقة ان وليه العهد مهتم بيا بفرصة مش هتيجي مرتين انا لازم اطول الكلام مع وليه العهد بس يعيني ما تلحقش توصل اريان والشارت والامير التاني ومعهم الوحش الامبراطوري بالشريط الدهبي تصدم ليلي ويبص نافير وهو فرحان جدا لما يشوف اريان تاني بخير تصدم وليه العهد ويكون مش مصدق ومش هو بس لا كل الحضور كان مصدمين لان دي اول مرة في الامبراطورية تفضل امرأة بمسابقة الصيد وده معناه ان اريان هي اللي هتحصل على اللقب وقفت اريان قدام الامبراطوري اللي سأله هينثابتس علي الوحدك رادت عليك ايوه بنفسي فكر الامبراطور كنت عارف ان وليه العهد مفوش اي صفات للحاكم رغم ان هو عارف ان الحيوان ده مهم جدا لرودن ومع ذلك استخدم الحيوان في مسابقة الصيد ومفكرش ان ممكن اللي عمله ده يكون تأثيره ايه على اللي حوالي يتعصب وليه العهد ويقول للامبراطوري ان ده شيء غريب اكيد رودن ساعدها وإلا ازاي ممكن تشيره ويكون هادي قوي كده يتكلم النبلاء فعلا وليه العهد عنده حق خاصة يعني ان دوك كيينه الامير التاني مش هو سوا اول ما بدأت المسابقة وممكن يكونوا هما اللي قابلوا على النمسى عشانها خاصة ان دوك كيين صديق مقرب للامير التاني في الوقت ده يدخل اتنين من النبلاء ومعهم عربة مليلة من الزئاب يتصدم النبلاء ويسألوا نفسهم حتى لو شخص تاني استاد عدد كبير من الزئاب زي كده برضو اللي حيفوز هو اللي قابض على الحيوان الامبراطوري ويكملوا بس ازاي سيدة هي اللي تكسب اللقب ده اول مرة حاجة زي دي تحصل اكيد المسابقة دي مشكوك فيها ازاي امرأة تقدر تفوز بمجهودة ده لوحدها اتعصب واحد من النبلاء ويقول له نفسه ومش ممكن حاجة زي دي تحصل اخيرا ابني حصل على فرصة للفوز بعد موته طويلة انا مش هسيبت بنت دي تسرق منه رفوز وطلب من الامبراطور ان هو يعقد اجتماع طارق وقال الامبراطور ان فوز اريان بالمسابقة باطل لان في التهمات بالغش ده اريان يا صاحب الجلالة علشان كده انا باطله باجتماع طارق يعلق النبلاء ايوة فعلا مش صح ان امرأة يكون لها لقب خاص بيها وطلب من الامبراطور ان هو هيقبل بعض اجتماع طارق لملاقشة الامر نرجع بقى الاريان اللي كانت وقفة وكانت سعيدة جدا كانت سعيدة وهي بتتفرج عليهم بتفكر كنت عارف ان اضحي يحسل وكمان كنت وغدى احتياطاتي تاني يوم مقبل الاجتماع الطارق بساعتين تسأل الخادمة الامير رودن سموك ما عندكش مشكلة من ان دوك رو هيشارك في الاجتماع هو كمان رد عليها رودن ما تقدقيش اظن هيكون حاجة كويسة بالنسبة لان الاجتماع الطارق ده ينجح ردت علي الخادمة انا مش فهمة انت تقصد ايه رد عليها الامير اظن ان من اجل الامبراطورية لازم يتم تغيير النظام الحالي من دلوقتي لازم نبدأ في تحسين معاملة النساء حتى عشان امي ما تكونش ما تتهضر وكفاية بقى كده ولازم ننهي الصراع الطبق كده ولازم نعمل على استقرار معيشة الناس ويفتكر رودن زمان لما كان صغير وبيكلم الخادمة وبيقول لها انت بتعرف تقري وتكتبي وكمان مصقفة انت اسكى من كتير من صحوي ايه لا خالاجي خادمة ردت علي الخادمة لاني امرأة سألها وايه علاقة ده بكونك امرأة وهل يا ترى امي تعملت المعاملة السيئة دي واللي تسببت في وفاتها لمجرد انها امرأة بس ما كانش في اجابة على سؤال ومحدش ردي يرد نرجع بقى ليومنا الحالي ورودن بيفكر انه بما انه لسه موقفة مش مستقرة عشان يسبت مكانه على العرش فقرر ان هو يعمل تعدلات صغيرة كده في القانون بس هتكون بعد صعوده على العرش بس واضح كده ان التعدلات اللي كان مخطط يعملها هتتعامل اسرع مما كان هو متخيل بسبب المرأة دي وطبعا هو هنا قصده اريان يبدأ الاجتماع في الاصر الامبراطوري واريان تكون متضايقة لانها مش قادرة تحر الاجتماع بس لانها ما عندهاش لقب بالرغم ان الاجتماع ده كله اساسا معمول بسببها تسألها مادلين بالمناسبة هو انت ليه طلبتي تشريح جوزة الزب ردت عليها اريان عشان اي حد كان سبب في ان امر بوقت صعب كده هيشوف الجحيم وبصراحة ما اعتقدش ان الامير او تشورت هيرافي يقلبوا الامور دي صالحي بس على الاقل هيرافي يفتحوا لي صغرات وانا بس هعمل كل حاجة عشان استجل الصغرات دي نرجع بقى للاجتماع قال احد النبلاء لو ما تحلتش دهات ارتكاب المخلفات هنضطر ان احنا نضطر جائزة اريان برونز يرد بقى النبلاء فعلا مش بس الجائزة احنا هنضطر نلغي المسابقة كلها يقول واحد من النبلاء طب وليه نلغي المسابقة ما نغير بس الفيز وخلاص وطبعا اللي قال الكلام ده الكنت اللي ابنه اخد الزقاب من اريان رد عليه واحد من النبلاء انت كله بتفكر فيه ابنك وبس تعصب الكنت وقال له على ابني سطاد ست زقاب مش واحد بس وبعدين مش ممكن تكون اريان برونز قبضت على الوحش النبيل بطرية مش قانونية اظن ان ابني لازم يكون الفيز سألوا واحد من النبلاء هو قبل كل ده هو فعلا ابنك قتل ستز قبل واحده انا شاكك فيه اكتر من اشاكك في اريان برونز ويسألوا النبلاء بعضهم هو ليه الكنت برونز ما شاركش في الاجتماع ده اظن ان هم قالوا ان هو مريض شكده وبس ده كمان مريض عهد ما حضرش كما للكنت احنا برضو ما ينفعش نبعد الشك بان الدك كين ممكن يكون ساعد اريان برونز رد علي تشارت تمام خلينا اسألك سواء هو في رأيك يقدر اللورد دورويد يقتل ستز قبل نفسه اظن ان انا رجعت بنفسي نتاج اختبار الفروسية لللورد وكانت النتيجة ان هو اكتزل الاختبار بصعوبة وده معناه ان مهارته في الرماية سيئة جدا وكملت شارت ان كل الزئاب ماتوا فورا بطلقى في الراس معادة واحد بس هو اللورد دورويد عنده المهارة دي في التصويب رد نبيل ان ده معناه ان الزئاب دي اللي استادها شخص ثالث لا دورويد ولا صاحبه هولتر بان رد الأمير التاني يعتقد ان احنا مش هنعرف ناخد قرار بالشكل ده احنا محتاجين ان احنا نسمع الشهود اريان ودورويد وفعلا حضر الاتنين ولد دورويد عمال يفكر فعلا موضوع غريب قوي دورويد ضعيف الرماية يبقى ازاي عارف يستاد زد سئاب لوحده ولسه ييدا دي وقفة بمنتهى السكاكدة هي ترى شفيته وهو بياخد ست حد تاني دورويد غبي حقيقي لما تعمل حاجة عملها صح وما تسيبش شاهد وراء سأل الأمير التاني دورويد انت متأكد انك استطلت ست سئاب دي بنفسك ويهي السلاح اللي انت استخدمته رد عليه دورويد ايوة انا متأكد انا اللي استطلت الستة الواحتي ورا خرج بندقية والرهال وقال له ده السلاح اللي انا استخدمته سأل الرويد انت قتلت ست سئاب بالبندقية دي وعادي يبص الرصاص البندقية رد عليه دورويد ايوة رد الأمير غريبة مع ان واحد من الزئاب الستة دولت قتل بسهم فازاي بقى كلهم اتقتلوا بالبندقية دي تبقى دورويد وقال له لأ هولتربان كمان قتل واحد رد عليه الأمير انت مش قلت انك قتلت الستة سقبل واحدك وبعدين دي الرصاصة اللي اتخدت من جزء الزئب وهي مختلفة تماما عن الرصاصة اللي في بندقيتك صدم دورويد اول ما شايف الرصاصة رح بص الأمير الثاني لأريان وسألها انت ردك ايه على الكلام ده ردت أريان ان الشخص اللي قتلت خمس زئاب دول والرصاصة دي انا اللي سنعطاها يدويا وانا كمان جبت رصاص من عندي عشان نقارنه بالرصاص اللي اتقتل بالزئاب وهي بتحمل نفس العلامة حرف ايه سأل الامبراطور ملازم التحقيق رأيك ايه رد الملازم ان ليهم حقيقي نفس العلامات زي ما قالت أريان برونز يرد واحد من الحضور ده معناه ان أريان هيري استاطة الزئاب الخامسة لوحدها اعترضت كنت وقالت طب ما ممكن يكون دوك كيين هو لساعدها او ممكن كمان صاحب اسمه الملكي الفطرة بتقول ان مستحيل ان المرأة تصطاد مجموعة من الزئاب لوحدها سأل ملازم التحقيق خلينا نسأل أريان برونز عندك اي حاجة تاني عايز تقوليها؟ قايت له اريان انا مسكت خمس زئاب بمجهودي الخاص ومع ذلك انا مقدرتش ان انا استطاد الزئب السادس وللأسف مش عارفة مين هو صاحب السهم اللي موجود اللي انقذني في اخر لحظة اللي بسببه عرفته اقتل خمس زئاب وكمان انجوب امان سأل المنازم دورويد عندك اي كلام عايز تقوله؟ فكر دورويد ان هو مش عايز يشوفها بتفوز حتى لو حيموت وبعصبية قال ان اريان برونز كدابة هو شاف انها مصطددش الزئاب لوحدها ندوك كيين والامير ساعدوها فانصعب عليهم ان هما ينقلوا كل الزئاب المايدة دي عشان كده مشوا مع النمسي بس وهو اللي نقل جزء الزئاب اللي هما سابوهم يقول الامبراطور انت ازاي تجردتك دبت عليك نروح بقى في الوقت ده للامير باكو اللي كان واقف بره غرفة الاجتماعات وكان مصر ان هو يدخل بس المساعد بتاعه كان معارضه وقاله ان هو بلاش يدخل هما مش مفوض يكونوا هنا اساسا بس برضو دخل الامير باكو القاعة وقلب الموازين دخل باكو امير كليتمن القاعة سألوا الامبراطور هوا انت ليه هنا دلوقتي رد عليه باكو اخفرلي ان انا دخلت القاعة بدون اذن واسمحلي ان انا قدلي بشهادتي استغرب الامبراطور وقال له شهادتك رد عليه باكو ايوة انا الشهادة اللي كنت فوق الشجرة وشفت اريان برونز وهي بتقتل الزئاب لوحدها عشان تنقذ نمس وكمان انا صاحب السهم لساعد اريان في اللحظة الاخيرة وانقذها من هجوم الزئاب عليها وكمل ان هو كمان شايف السيد دورود وسايد هولتربان وهم بيهددوا اريان عشان ياخدوا منها الزئاب واكيد طبعا هيحتاجوا دريد على اللي هو بيقولوا ده خرج باكو الكوز بتاعه والسهم بتاعه وقال الكوز ده ده كوز كليتمن وده السهم اللي انا استخدمته في قتل الزئاب وزي ما كل الفقاعة شايفين اقواص كليتمن مختلفة تماما عن اقواصكو علشان كده هتقدر تعرف بسهولة ان السهم اللي انا قتلت بالزئاب هو نفس السهم اللي انا جبته معايا وريان واقفة مزهولة من اللي سمعته من باكو وبتفكر معقولة الشخص اللي ساعدني هو الامير باكو يسأل امبراطور مرازم التحقيق نتيجة مقارنة الاقواص والسهم يرد عليه مرازم التحقيق ان سهم الامير باكو والسهم اللي قصاب الزئاب ليهم نفس الريشة وعليهم كمان نفس الاسم ده غير النوع الكوز ده نادر جدا ومش موجود إلا في كليتمن يصدم دروض من اللي حصر وينزرع رجبته ويقول مش ممكن في الوقت ده يصدم الكل ويحصل هرق كبير في القاعة بين ناس شايفة ان اريان عملت انجاز لما قتلت خمز قبل وحدها فلازم عشان كده تتكافئ وتاخد اللقب وناس تانية شايفة انها مجرد امرأة ماينفعش تاخد اللقب وناس تالتة بقى شايفة انه لازم كده كده مسابقة تتلجي ومن ضمن الحاضرين كان دوكرو وهو شخص تابع لوليه العهد وناسبت بقى وليه العهد قبل الاجتماع كان فيه خلاف بينه بين الامبراطور لان وليه العهد كان رافض حصول اريان على لقب بسبب انها امرأة بس الامبراطور اتعصب وقال له انه لو هي ماخدتش اللقب هو هيسحب منه لقبه لانه هو السبب في كل اللي حصل ده وتعصب وقال له انت لازم تتحمل نتيجة افعالك نرجع تاني بقى لدوكرو اللي كان بيفكر وبيقول انا عملت كل حاجة عشان ابعد الامير التاني عن قيادة الامبراطورية بس كل يوم موقفه بيكون افضل وعشان كده حيضطر ان هو يدعم الموافقة على منح اللقب لاريان عشان يساعد وليه العهد للوصول للعرش وفعلا اتكلمت دوكرو بحدة للنبلاء وقال لهم انكم تكترحوا ابطال جايزة الفاز بالمسابقة ده تقليل من سلطة صاحب الجلالة يطرعب النبلاء ويردوا واحد منهم مستحيل نقول حاجة زي كده احنا بس بنقول ما ينفعش المرأة انها تاخد اللقب ده شيء مهم للامبراطورية رد علي الدكرو انت بتتكلم عن الولاء هو انت ازهي اسا انتجره انك تطلب ابطال جايزة ملحد بشرف الامبراطور رد عليه واحد من النبلاء وقال له انت تعرف ايه ممكن يحصل لما تضي لقب لامرأة رد علي الدكرو هو انت فاكر ان احماك مقدرش تنبق بالمستقبل انت عارف ان الامبراطور سمح لها بالمشاركة وفزت بالبطورة بكل شرف فياريت ما تنسوش ان البلد دي بتستمد كل قوانينها من جلالة الامبراطور قطحهم الامبراطور وقال حتى رفض الموضوع الحيوان الامبراطوري ده معلق لكن احنا عرفنا مين اللي استاد الزقاب كلها مفيش دايع ان احنا نكمل الاجتماع كتر من كده وبعد اسبوع هيقام حفرة توزيع الجوائز زي العادة وبعدين بقى نبقى نستكمل النقاش في عقوب الدروت ورح اعمل الامبراطور وخرج تفرح اريان وتفكر انها اول مرأة نبيضة تحمل لقب وبكده تكون اريان علامة فرقة في تاريخ الامبراطورية نرجع بقى للامير باكو اللي خرجت وراء اريان جاري وسألته هو انت اللي اطلقت الكوس وقتلت الزقب بصلها باكو وقال لها انت كنت عايزة شخص تاني هو اللي يعمل كده ردت عليه اريان مش هو ده اللي انا اقصده بس انا مكنتش متوقعة ان انت تساعدني خاصة ان انت من وفد أجنبي وفكرت صحيح ان تشارت والامير التاني حاولي وجهه الرأي العامل صالحها بس برضو الامير باكو ساعدها بشكل كبير بس ليه مفيش سبب يخليه ساعدها خاصة ان اول لقاء ليهم كان مش احسن حاجة خالص تفتكر اريان لما ضربته في الزقاق وقالت نفسها صحيح يعني ان هو كان دفاع عن النفس بس هو ليه كان النبي يدخل في موضوع زي ده رد عليها باكو لان من الناس المتقدرش تتجاهل النساء الابرياء اتمنى ان انا اشوفك مرة تانية ردت عليه اريان او اكيد وانفصلهم اللي اتنين نادى عليها تشارت وقال لها برفو عليكي عرفت انك تحصل على اللقب بامان ردت عليه اريان انا كنت قلقانا شوية لان الموضوع خد وقت طويل قرب منها الامير رودن وسألها انيسة اريان هي فين ايميلي شاورت اريان بايدها المادلين وجات مادلين ومعها ايميلي فرح جدا رودن وقعد يحضن في ايميلي ويقولها وحشتيني قوي توصل اريان باستغرب وتفكر هوا انت اوفر قوي كده ري دي بعتت عنا كيهم واحد بس وراح لفتكرت اريان وقالت اه وده كمان وشارت الخاتم وده تخوله فرح رودن جدا وقال لها انا مبسوط جدا ان انت رجعسيه الخاتم ردت عليه اريان انا ما كانش عندي شك ان انت هتعملها لصاحب السماء تحكي لها رودن وقال لها عشان اكون صادق انا معميتش حاجة عشان يرجعلي تاني تتحكي له اريان وتقوله ده معناه اني مرجعش الخاتم عموما الخاتم هيكون مفيد جدا ليا رد عليها رودن بس هيكون في مشكلة كبيرة او دي مين بقى اللي كان وقف وسطهم ومتعصب على الاخر بالظبط كده شارت شارت ردخر وقف بينهم وسأله ووضح ان انتوا متفقين او مع بعض من جير حتى ما نعرف بس هو ليه اريان اخدت الخاتم ده بص له رودن وقال له انت بتغير ولا ايه هو تشارت بقى بيعرف غير ازاي عموما انت نسيت ولا ايه دي مش خطوبة حقيقية دي مجرد علاقة عقودية بص له تشارت بغضب وسكت قال له رودن ايه البصة دي عموما بالمناسبة دي خلينا ناكل ايس كريم وكعكب مع بعض بس اعتذر له تشارت ومشي هو واريان استغربت اريان وقايت له ما خلينا ناكل الايس كريم شكلها رزيز جدا قال له تشارت هجبلك واحد تاني اجمل من كده ورجبه هم اللي اتنين مع بعض العربة وتشارت واريان في العربة عشان يرجعوا القصر قال له انا اتفاجئت ان انت اخفتي عني من واجهتك مع الزئاب هو انا مش طلبت منك بوضوح انك ما تدخليش الامكن اللي فيها خطوط حمرة لولا الامير باقي كنت يحتوى تصبي بجروح خطيرة ردت عليه تشارت انا مكنتش متوقعة ان انت تزعل مني خاصة يعني ان كل حاجة انتهيت خلاص قال له تشارت ان اي شخص مكاني لما يسمع ان خطبته واجهة قطيع من الزئاب لوحدها هيعمل اللي انا بعمله ده قالت له اريان هو انت قلقت علي حطت تشارت ايده على بقه وود وشه الناحية التانية انه كان مكسوف جدا قال لها عموما برافو عرفت انك تتصرفي مع قطيع الزئاب لوحدك وعرفت كمان ان انت تمسكي قملي وما قتلتهاش والاهم من كل ده ان انت وقفتي بمنتهى قوة قدام العديد من النبلاء اتصدمت اريان وقعت له ليه فجأة كده بتقولي الكلام ده هو انت بتحرجني فكرت شارت لما طلبت اريان انها هتشارك في مسابة الصيد كانت بتتكلم بحماس غير الطريقة اللي بتتكلم بها دلوقتي هي ممكن تزعل لو قال لها الكلام ده قال لي نفسه لأ اظن ان اريان زي ما هي لكن انا لوجهة نظر اتغيرت اريان شخصية غريبة جدا وكمان قوية وحرة شخصيتها جذبة وفرح وقال لي نفسه هي دي شخصية اريان برونز خطبتي بعد يوم من انتهاء الاجتماع قررت اريان انها لازم تكون انيقة جدا عشان حفل اللقب وطلبت من مادلين انها تسرى عشان تلحق تشتري اللي هتربسه في الحفلة قلت لها مادلين استني سنية مبارح كان يوم صعب جدا بس برضو ايه رأيك ان احنا نروح لعاصمة ونروح لمطجر المربس المشهور ردت اريان بس دول متخصصين في الفساسين بس وعلشان حفل اللقب لازم اتبسه رسمي ومزنش ان هم عندهم حاجة زي كده صدمت مادلين وقعت لها معقولها هتتبسي النوع ده من الملابس ردت اريان تقصدي ايه لازم اكون لابس اللبس الرسمي قايت لها مادلين ايه انا كده لازم راح اشوف الدك عشان يوقفك مسكتها اريان وقعت لها تشارط مشغول جدا النهارة عشان كده مش يبدري في النهاية اضطرت مادلين انها تستسلم راحت اريان مع مادلين لاكتر من مدجر اللي زي الرسمي وكلهم على لسانهم نفس الكلام انهم مش بيعملوا زي رسمي للسيدات استغرب اريان بتقول ايه انت مش عارف ان انا اريان برونز انت صعب عليك تيام من بدلة مصنوعة مخصوص ليا انا لو الموضوع ليه علاقة بالفروس انا هديك اللي انت عايزه رد عليها صاحب المحل حتى لو انت الدوقة القادمة مقدرش اصنع لك بدلة زي دي وقال لها ليه ما تروحيش مدجر النساء اللي قدامنا مسكت اريان ايد مادلين وتقول لها يلا بنا نمشي من هنا ان مش هعمل لبسي من هنا مرة تانية بس مع الاسف اتقرر الموضوع في اكتر من محل حتى محلات منابس النساء تقول لها مادلين ايه رأيك انها نطلب من الدوقة ان هو يساعدنا ردت اريان انها حتى لو باقي الدوقة مش بس برونة برضو ما فيش حاجة هتتغير وقال لها مش انا المشكلة جنسي هو المشكلة مش قادرين يعملولي بدلة لان انا امرأة لو كنت رجل كان كل حاجة هتبقى سهلة ما كانش مهم للناس ان انا هشارك في مسابقة الصيد لان ما حدش يعتبرني شخص مهم بس لان امرأة بس قريب جدا هاخد لقب بارونا وبالتالي هحصل على الفلوس كتير وكمان هحصل على الرفاهية ودي حاجة مهمة جدا في الامبراطورية لو انت معاك فلوس تقدر تعمل لان انت عايزه بس لو مش معاك مش هددر تعمل اي حاجة قالت اريان لمادلين انا معايا فلوس عشان كده هستقجر مصمم ازاء اعتقد ان في محلات ملابس قريبة من هنا في الوقت ده كان فيه طفل بيرقبهم ورح مسكتين وحدفوا على فستان اريان ورح قلعب عصبية اللعنة على النبلاء اللي بيرفعوا علينا الضرائب وبصرفوا على ملابسهم ببزخ تتصدم اريان ومادلين من تصرف الطفل المفاجئ ومادلين تقول لأريان هوا انت كويسة ترد عليها اريان نروح للطفل ده وجي بي وكرت اريان مادلين اكيدها تمسك بالطفل بس انا حعمل ايه بالفستان ده بصت جنبها لقيت محل ملابس اسمه زي جيكوب فكر اريان انها اول مرة تشوف محل ملابس بالاسم ده نروح بقى لمادلين اللي كانت لسه عمالها تجري يعاني وراء الطفل وهي بتجري خبطت في واحد اتأسف لها وسألها اذا كانت بخير وانجات مادلين تبص على الخبطها ده وقفت مزهولة وحاية قالت ايه ده ايه النظرة الشبه الملائكية دي وقف الراجل وربس النضارة بتاعته تعصبت مادلين وقالت له اللعنة هو انت اللي تبصت النضارة بس نفقت لنفسها وافتكرت الولد اللي هي نسيته خالص وقالت مش وقت وكملت جري وراء الولد اريان في الوقت ده دخلت محل ملابس السيد جيكوب وطلبت منه انها عايزة ملابس عشان تغير هدومها وصلها جيكوب وقال لها واضح ان انت مورتي بيوم صعب تعالي معايا حواريكي ملابس عشان تتبسيها واتفكر اريان ان هو رغم ان هو بيمتلك محل ملابس الا ان هو ملابسه بسيطة جدا قالت له هو انت ملابسك مستير الاهتمام بس شكلها مريب قالها جيكوب انت جيدة جدا في ملاحظة التفاصيل انا صممته بنفسي كل ما في الموضوع ان انا ما بحبش اتبع الصيحات الحالية انا بحب ان انا صمم ملابس عملية بصراحة لما بروح الاماكن اللي بيتجمع فيها النبلاء بيكونوا كلهم تقريبا لبسين نفس اللبس سواء الشخص ده كان طويل او قصير ضخم او نحيف كلهم بيلبسوا شبه بعض انا عندي حس جمالي وعندي القدرة ان انا نفس الصور اللي انا بتخيلها في راسي على ارض الواقع بس مع الاسف موهبتي دي بتتعفن كده ردت عليه اه فعلا الموضوع محزن فعلا كملت جيكوب ومع ذلك انا بعرف ابرز نقاط الجمال في زبيني واقدر اخفي نقاط ضعفهم انا بعرف اعمل ملابس للكل عيط له اريان انها معجبة بي جدا واخترت من عنده فستان وطلبت انها اتجربه وفعلا الفستان اللي اخترته اريان كان شكله مختلف تماما عن الشكل المألوف للفساتين بس اعجبها جدا لان هو خفيف في اللبس قال لها جيكوب انا هسمي الفستان ده الطحفة الفنية بس ما فيش حد بيحب يلبس النوع ده من الفستين عموما انا سعيد جدا ان هو عجبك انت فعلا جميلة شافت اريان انت فرصتها ورح تبصت له وطلبت منه ان هو يصنع لها بدلة فكر جيكوب هو مين السيدة دي معظم السيدات ما بدخلوش اساسا للمحل واللي بيدخل منهم بيهرب على طول اول ما بيشوفوا الشي سيئة مختلفة جدا فكرة انها تدخل للمحل لو ما كانتش مهتمية بمربسها المتسخة وكمان فهمت فلسفتي في التصميم ومتحكتش علي لأ وطلبت مني ان انا صمم لها كمان بدلة كنت عارف من البداية انها شخص جرعادي بس امرأة تلبس بدلة سألها جيكوب هو ايه اللي يخلي امرأة تلبس بدلة بعد كده فتكر وقال لها هو انت السيدة برونز يدفزت ببطولة الصد وصدت له اريان بثقة وفخر وقايت له او قال لها جيكوب ده هيكون شرف كبير جدا ليا ان انا اتمكن من عرض تصميمي عليكي واريان في محل السيد جيكوب تسمع مادلن وهي بتنده لها تخرج لها اريان تلاقي مادلن بتقول لها انا دورت عليكي في كل محلات المنابس في الشارع وتلاحظ مادلن فستان اريان وتقول لها بس ايه الفستان ده فستان ده حجمه صغير قوي بس اطلعها اريان وقعت لها في مشكلة في لبسي سكتت مادلن وبعد كده قلت لها اه انا نسيت اقولك حاجة انا لقيت الورد صغير تتعصب اريان وتقول لها لقيته وممسكتهوش ليه ردت عليها مادلن ان الورد سريع جدا ومقدرتش انها تمسكو بس عارفت مكانه فين وكملت ان هو اسمه تل قيت لها اريان تمام اسمه جميل بس هو فين شورت لها مادلن على البيت وقيت لها ان هو سكن على السطح في البيت ده بس هما مش هيقدر ان هما يروح بالعربة فاحسن حاجة ان هما يمشوا حد هناك وفعلا راحت مادلن واريان وطلوا على السلم وكاية اريان تحبارا جدا وعدت تخبط على الباب وتقول انا عارفة انت هنا افتح الباب فتحت الباب تفطى صغيرة وتقول لها هوا انت مين تدخل اريان ومادلن البيت تبص اريان على البيت تلاقيه متهالك والحطة ضعيفة جدا تفكر اريان وفي حد ممكن يعيش في بيت زي ده مسكت اريان مجموعة من الورق وقاعدت تقول واضح ان هو بيعرف يكتب وشطر في الراضيات بس ازاي بيعيش في بيت متهالك زي ده واريان بتفكر سمعت صوت حد بيزعه بيقول انت كيبت الحاجات دي منين قال له اخدتها من الشغل ما سرقتهاش رد الصوت وقال له اني شغل بالزفط اللي بيخليك تاخد عملة زهبية رد عليه الولد الزغير هو ده اللي حصل انت ليه مش مصدقني رد عليه عشان انت مش بتتصرف بشكل جديد بالثقة وخرج الطفل رح شاف اريان قالت له اريان تل انت كويس كنت مستنيعك سألها الشاب هو انت مين ردت عليه اريان انا صاحبة العملة الزهبية صدم الشاب وبعدين قال لها انا اسف هتحمل مسؤولية كل الاخطاء اللي ارتكابها دل ردت عليه اريان بهدوء وانت زي بقى هتتحمل المسؤولية رد عليها الشاب حسد الضعفين ثمان الشيء اللي بوازه اخي سألت اريان مادلين هو سعر فستان البوازر ورده كام ردت عليها مادلين ان هو سعره ربمائة عملة زهبية وكرت اريان زي ما توقعت مادلين بتبالغ في سعر فستان ورحت بصيت اريان على القوضة وقالت انت بارع في رياضيات كل ده اللي انت عامله مش كده ده معناه ان انت عارف ضعف الربعمائة كام قال لها الشاب ان هو مش معكي مادل من الماد بس هتفعلها عمرتين زهبيتين كل شهر قلت له اريان عمرتين زهبيتين في الشهر يعني 24 في السنة بس اعتقد كده اللي انت هتصدد الفلوس بعد 30 سنة وبعدين هو انا هعرف منين ان انت مش هتهرب وفعل ان هتصدد الفلوس دي رد عليها الشاب انا ما عنديش مكان تاني استخبه فيه واكيد هتفعلك الفلوس كلها تكمل اريان بس فيه حاجة ان تنستها ده مبلغ الرئيسي لسه فيه فوايد المبلغ الاصلي صح قررت اريان انها متأكدة ان الكونت برونز هيكون فخور بها دلوقتي اوي لو شاف اللي هي بتعمله ده شريرة برضو يا اريان بكت اللي الولد الصغير لان هو السبب في كل اللي حصل قربت منه اخته وقالت له ما تعيطش قالت له اريان انا كنت فكرة ان انت هتتوسل ليه عشان تخفض الدين لكن كل اللي انت عملته اللي انت تعيط انت والاطفال دول ما عندكمش اي شجاعة رد عليها الشاب ان مش هيكون في فايدة حتى لو هو عمل كده قالت له اريان حقيقي مفيش فايدة حتى لو انت عملت كده وكرت اريان بس هي ليه زعلانة دلوقتي طب هي الناس تحس بالاحباط وتستسلم للاشياء اللي ما تقدرش يتغيرها هي كانت زي الاطفال دول اتعودت انها تكون زيهم لما كانت حياتها تحتسيطرة شخص تاني هي كانت فكرة كويس اوي الشعور بالعجز بس برضو الحسن الحظ انها كانت فتنة بيدة رغم انها امرأة بس الاطفال دول اكيد الموضوع صعب عليهم جدا هي قاضة علانة من موقفهم ووضعهم اللي بيفكروها بنفسها بس اكتر حاجة مضايقاها انها بقت في وضعها بيسمح لها كمان بالضهدهم فكرت انه واضح ان اريان برونز فعلا مش ملك قاضة سنين طويلة ملك الشخص تاني مسلوبة الارادة درجة انها متعلمتش انها تكون مراعية ومتفاهمة لللي حواليها بس قالت نفسها انها مش هتفضل كده دلوقتي عندها القدرة انها تبص حولها وتفهم الناس ورح اتبصت اريان للشاب وقالت له من اللي انا شايفها انت عندك مهارة الناس كون محاسبة مش كده؟ في حاجة تانية تقدر تعملها؟ رد الشاب انا قدر اعمل اي حاجة ليه علاقة بالاعمال الوراقية زي تنظيم الكتب وكتبته العقود خرجت اريان فلوس وقالت له حديك فلوس خدها وروح عالمدينة اشتري لنفسك ملابس تغير بها شكلك اني مش هقدر اتكلم معاك وانت بالشكل ده وفعلا نزر الشاب عشان يشتري لنفسه ملابس ورجع لبيته لها اريان قاعدة مستنيها اصدرت معا اريان وتقول له كنت فكرك هتاخد الفلوس وتيهرب رد عليها الشاب بالسلام وقال لها هروح فين واسيب اخواتي اخدت اريان منه النضارة وقايت له انت محتاج بارت وتغير النضارة دي بمناسبة هو انت اسمك ايه؟ رد عليها انا اسمي بن بس لو سمحتي مجد ترجالي النضارة وهغيرها بعدين ساريت اريان هي مالها عينك بن بعت بن وحاول انه هو يخبي عينه قايت له اريان لما تخفيش عينك هو انت عندك مشاكل في الرؤية انا اسفة بس هي شبه سبك المكريل رد عليها بن انه هو ما عندهش مشكلة في الرؤية بس سكت ومكملش الكلام فهمت اريان وراحت قايت له تمام وغيرت الموضوع وقايت له تحب تكون مساعد بداي بصراحة ان هاخد لقب قريب بس انا لسه مرقيتش مساعد واه اكيد هتفعلك فروس كويسة بس بس سنانها في قاتل معيشة طبعا هاخد اتباية سازيل الديون اظن انها صفقة مش سيئة لك ايه رأيك؟ سكت بن من العرض المفاجئ ومعرفش يقول ايه بس بنا ملحقش يفكر اخدته اريان لقاصلة شارت وعرفت اريانة شارت على مساعدها الجديد قالت اريانة شارت عندك مشكلة ان انت تلاقيهه معلم استغربت شارت وقال لها مساعد تجيبتي منين دا؟ رضت عليه اريان بلاش تعرف هتزعل لو عرفت استغربت شارت وقال لها ايه؟ وطبعا حتى لو كان مستغرب ده مش معناه ان همش يعمل لها اللي هي عايزة تاني يوم كان فعلا بن بيتضرب مع معلم جديد معلم كان مستغرب جدا من مهارة بن وسأله انت متأكرا انت متضربتش قبل كده؟ مهارتك الحسابية والكتابية ممتازة وفي الوقت ده كان اريان وطشارت وقفين وراء الباب عشان يشوفوا بن قررت اريان انا عندي نظرة كويسة قوي للناس مش كده؟ لا طشارت انا في الحقيقة كنت هدور لك على مساعد بعد المراسم بس اللي انت عملتيه كويس جدا قيت له معقولة انت كمان كنت بتدوري على واحد؟ رض عليها طشارت حفلة ترسيمك قربت وانا مكنتش عايزك تتشتتي فرحت اريان جدا وشكرته وعد اسبوع وجه يوم الترسيم اللي بالمناسبة دي هو يوم مهم جدا للامبراطورية كلها لان اريان هي اول مرأة تحصل على رقب رسمي حضر عدد من النبلاء الحفل نصهم متحمسين ونص التاني حذرين وعلى الرغم من التجمع ده اقل من نص المدوين للحفل مجوش بس عدت مراسم التعيين بسراسة بدون اي مشاكل ويفت اريان قدام الامبراطور واقسمت على الحماية والحفاظ على الامبراطورية وعلن الامبراطور ان هو منحها لقب ديفيت اريان برونز بارونة ديفيت تفرح اريان جدا لحصلها للقب تفكر في الكلمة اللي قالها لها الامبراطور انها لازم تكون صانعة سلام وليس صانعة مشاكل بس دخلت شارت في وقت تفكيرها وقطع تفكيرها ونده لها ردت عليه اريان هو انا كنت عاملة ازاي هو انا كنت جيدة ولا كان شكلي متوتر ردت شارت تكوتي كويسة جدا وشكلي كمان كان جميل بشكل مبهر فرحت اريان وقيت له بجد المبسوطة ان شكلي عجبك انا كمان طلبت بالمصمم ان هو يعملي فستان الزفاف وجاية اريان تتكلم مع تشارت عن فستان الزفاف لاحظت حواليها الكونت برونز في الحفل قالت اريان لتشارت واضح ان احنا عندنا زائر مش مرحب بي وفقها تشارت وقال لها فعلا انه شايف كده قررت اريان ان الكونت برونز حيروح يقدم عذار لولي العهد ومؤيدي وعيقولهم ان هو شارك في الحفل غصبا عنه بس عشان هي بنته ومش كده وبس هممكن كمان ده كنتي حلة منه عشان يسير الاعجاب ويكسب تعاطف مؤيدي ولي العهد وفي الوقت ده قرب الكونت برونز على اريان وتشارت قالت له اريان ما كنتش عارف ان والدي حيجي الحفل جهي لها الكونت وكلمت شارت وقال له انا كنت قلقان ان الحفلة ممكن يسبب لك مشكلة فكر تشارت ان الكونتا مفكرش ان هو يهنق بنته على لقابها بس جاي يسلم عليه هو كمان قال له ان هو خايف ان اريان تكون سبب بيت له مشاكل على الرغم ان هو كان عارف من الاول ان هو شخص غريب فعلا بس ازاي بيعمل اريان كده كأنها شي مروش قيمة قالت شارت الاريان يلا بيدا نمشي من هنا المراسم انتهت لازم نرجع البيت وفعلا مشيت اريان وتشارت وبص عليهم تكونت من وراء وهم ماشيين بصت اريان لتشارت وقايت له انت رسا ما قابلتش اميرة تاني انت مطلبتش مني ان انا امشي معاك عشان انا نمت دايم تكونت مش كده ردت شارت متقلقيش انا ممكن قابل سموه في اي وقت تاني قايت له اريان برحتك تمام يلا نروح بسرعة احسن لان والدتك اكيد مستنيانة وفعلا يرجعوا البيت وتستقبلهم الدكة وتقول لها بارونا ديفت مبروك يا اريان فرحت اريان وما كانتش مصدقة ان هم عملوا لها حفلة كبيرة كده ردت الدكة النهاردة في حدث عظيم ولازم نحتفل بيه تدخل للي وتقول لها مبروك سيدة اريان ترد اريان شكنا لك يا للي بس ما ينفعش تنديني بالاسم دا دلوقتي نديني بالبرونا ديفت ترد عليها للي ماشي يا بارونا ديفت تقول لهم الدكة بما انك كل هنا يلا بينا بقى نبدأ المقدبة شوف الدكة اريان وهي بتشرب النبيس وتقول لها واضح ان النبيس عجبك ترد اريان ايوة حلوة جدا تقول لها الدكة عموما تقدر تشرب منه في اي وقت كل حاجة في البيت هنا بتاعتك تسمع للي من هنا وتقول كل حاجة تكملوا الدوكة انها كنت بتفكر تستورد نبيس عالي الجودة من بره بعد سنة تكون جميل كده لو هي بتحب النبيس ستفكر اريان ان بعد سنة هي مش هتكون هنا كل الناس دي بعد سنة هتكون غرباء عنها حتى النبيس الفخر ده مش هكون ليها فكرت ان مجرد التفكير في موضوع ده بيخليها زعلانة طبعا هي لازم تتغلب عن شعورها بالحزن ده فده هيخليها تشرب كمية اكبر من النبيس خلال السنة دي وانت شعورك بالحزن مكلف قوي كده ليه اريان المهام سألت اريان الدوكة وقايت لها كلميني شوية عن الدوك السابق ردت عليها الدوكة واضح ان جايز تتعرفي اكتر على العيلة ردت عليها اريان بصراحة عايز اعرف قوي بس في الحقيقة ان جايز عارفة تقوله اريان انها كايت عايزة تعرف اتشارتك ان عامل ازاي وهو طف بس طبعا الدوكة ما فهمتش نية اريان ردت الدوكة ان الدوكة كان شخص قوي جدا وشريف كرس حياته كلها عشان يدعم العيلة الامبراطورية ان هو كان واحد من اعمدة الامبراطورية وبسببه هما بخير في الامبراطورية دلوقتي صاريتها اريان وهي علاقتك بيه كانت كويسة ردت الدوكة ان اهلا متجاوزت وكان عمرها صغير جدا كان عندها روح التمرد وطول الوقت كانت عايزة تعمل كل اللي كان الكبار العيلة بيرفضوا انها تعمله وفي الوقت ده بدأت الكتابة والشخص الوحيد اللي حبت كتابتها هي والدت ليلي رح اتبسط لللي وقايت لها والدتك يا ليلي كانت هي الوحيدة اللي بتقرالي وتنتقدني وانتي كمان ورسة منها موهبة الرسم وتكملت دوكة مرة وقت طويل من اخر مرة كتبت فيها بس النوضوح كان ممتع جدا ساعتها كانت والدتك يا ليلي بترسم اللي انا بكتبه وتشاركه مع صحابها قرية اريان انها ما كدتش تعرف ان الدوكة كان عندها هواية الكتابة ده معناه ان الشخص المعروف بان هو القدوة في عالم النبلاء مضي مليان بالتمرد وحب الابداع كمليت الدوكة ان هي وهي صغيرة كان في ساعة تحول كل اللي كتبته لكتاب بس الدوك رفض طبعا بعد كده علاقتها بالكتابة انتهت قيت لها اريان بس نشر الكتاب مش حاجة غلط يعني ردد الدوكة اكيد بس انا والدوك وانا مش شبه بعض خالص مكناش منسبين لبعض ودي كانت المشكلة الاكبر انا وهو معرفناش نتعامل مع اختلافاتنا ومع الوقت اكتشفت ان الوقت فات على اننا نفهم بعض تكمل الدوكة ان اهم شيء في العلاقة هو التفاهم عشان كده هيتتمنى ان هي و تشورت يكونوا متفاهمين مع بعض يبص تشورت و اريان لبعض وتقول اريان ما تقلقاش يا امي انا مراعية جدا يرجع هما الاتنين غرافهم بعد المقدبة واتفكر اريان شيء مصف جدا ان اليوم ينتهي بالسرعة كده كمان انا مقدرتش اعرف حاجة عن طفولة شارت قلت له اريان اتشارت هوا انت عندك مانا ان هي هنشرب كاس تاني في الشرفة وما فيش مشكلة لو انت هتشرب حاجة تاني جرد نبيز بصلاة شارت باستقراب هي ليه تطلب الطلب ده في الوقت ده بقى ليلي فقدتها وكاد بتفكر انها ما تعرفش اي حاجة عن حب والدتها للرسم وساعدت ليلي الخادمة هي ازاي السيدة الكبيرة عارفت عن رسومتها ردت الخادمة انها هي اللي كان بتبلغها فكرت ليلي بس برضو مفيش حاجة تتغير اريان خلاص حصلت على اللقب والدوج كمان بيتظهر ان هو مش شايفها وسألت نفسها هو يطرد هيتغير لو كملت الرسم حتى لو رسمت ممكن اكون اكتر شعبية منها في الاوسط الاجتماعية بس مع ذلك مش هلاقي زوج افضل من اتشارت كفاية هنا بقى ليلي ونرجح لاريان واتشارت اللي كانوا قاعدين في الشرفة تفتكر اريان كلام السيدة على المقدبة وتقول امي شخصي لطيف جدا مش عارفة زي اتعمل مع كل الحب اللي هي بتقدمه لي ده قالها اتشارت انت شخصي يستحق يكون محبوب ردت اريان بجد انت شايف كده فكرت اريان ان كلامه مريح لها جدا ويكاية تحب تهزر معاه بس للأسف هي مش قادرة بسبب الكحالة اللي مخليها مش مركزة خالص كده راحت سألته اريان هو انت كلام بتحبني صدمت شارت من كلامها ويقول لها انا تتفاجئ اريان من كلامها وتقول له انسى الكلام اللي انا قلته لك اعتقد ان انا شربت كتير النهاردة فكر اريان هو انا مش شخصي صريح اعتقد ان انا بقيتش حب اتكلم عن عادة الجواز دلوقتي خالص راحت بسط لطشارت وقالت له اظن ان انت ما ينفعش يسيب ذوقتك المستقبلية تفضل تشرب كده المفروض ان انت تقول لها كفاية كده عشان اكيد انت مش عايز نرتكب اخطاء اكتر من كده مش كده بس مع كل كلامها ده تشارت ما كانش يمركز خالص كل اللي هو كان عمالي يفكر فيه لسه هو سؤالها انت بتحبني سؤالها ده خلت تشارت يفكر في المشاعر اللي بيحسها تجاه اريان هي مش مشاعر حب بس صداقة واكيد كان مفروض رده هيكون ايوة بس هو ايه الفرق بين الحب وصداقة ممكن اللي هو حاسس بيه ده منكرت شهوة وطمع كمان هو مش عارف هو عايز اريان لانها مختلفة بس توصله اريان وتقوله تشارت هو انت ريب تبص على ايه كده بصت تشارت الناحية التانية وقال لها ولا حاجة فكر انا مش عارف اجابة السؤال بس الاكيد اللي انا عارفه ان انا مش بكره اريان بس افتكر حاجة ورح سأل نفسه يا طرق ايه اللي هيحصل بعد سنة لما انتهى الهقت وما يحصل حاجة زي كده ساعتها وقد الشرب في الشرفة حينتهي واكيد ساعتها هنكون غرباء في النهية يقوم يقف تشارت ويحط ييدها على اريان ويقرب منها استغرب اريان بس تفتح عينها وتلاقي نفسها في قدتها تاني من الصبح تفتح اريان عينها تلاقي مادلين جنبها تسألها هو انا ليه هنا ترد عليها مادلين الدك شارك وانت نايمة وهو اللي جابك هنا تقول لها اريان ايه حتى مش فكر ان نمت قمت فكر اكيد ما حصلش حاجة مبارح مش كده تقرد ان احنا هنقبل بعض مبارح بس هو في دل واقف ما عملش حاجة طبعا قدام الناس هو كانت دك الواسيمة لشار خطبته النايمة بس الحقيقة ان تشارت شار اريان لانها اغمى عليها لما تحرجت لما حاول ان هو يقبلها تفتكر اريان وتتعصب وتقول هو فين انا مش هسيبه يمشي ترد عليها مادلين هو بالفعل لبرة القصر وهيرجع بعد الظهر تحصب اريان وتقول لها حقتله لما يرجع تقطحها مادلين وتقول لها بارونا ارجوك اهدي شوية في حاجة مهمة عايزة اقولهالك ملكة مملكة بريتانا حذرنا خلال ايام قليلة ترد عليها اريان وانا مالي تستخرب مادلين وتقول لها ازاي الملكة هي اخت الدوك وجاي عشان تحضر كمان الزفاف يدخل بينه ويقطحهم ويقول لهم انا اسف ان انا تأخرت سألته اريان هو انت ليت اخرد ترد عليها مادلين اصله هو بيته على كمة الجبل واكيد ما فيش عربيات هناك كتير وصلت له اريان وقالت له انت لازم تعيش هنا زي مادلين بس يرفض بينه ويقول لها ان الموضوع صعبر ان هو عنده اخوات صغيرين بس على عموم من النهاردة هيحاول يجي بدري فما تقلقش تفكر اريان ان اليوم النهاردة صعب قوي غطبها خرج وسبها بعد ما اغمى عليها فجأة يتقال لها ان ملكة مملكة تانية جاي عشان تحضر زفافها كده كتير جدا وتقول حقيقي ابي قال لو خان الناس في الارض والمباني مش هتهونه وبالتالي يلا نروح للتسوق وبصلت لبينه وقايت له تعالى معي وافد مادلين وقايت لها طب وانا بس اريان جهلتها وخدت بينه وراح عشان يشتروا بيت بصلت اريان على البيت وسألت صاحب البيت هو ده سعره كام رد عليها ان هو بخمسمية تريقت عليه اريان وقايت له انت بتهزر البيت ده في الضواحي مش فوسة العاصمة فوتر صاحب البيت وقال لها ايوه انا بس كنت متلغبط البيت ده بربعمية بس وقايته اريان وقايت له هم تلتمية ما فيش اكتر من كده انت مش عارف انا مين صغر بن مالك وقال لها طبعا مش عارف وقايت له اريان بفخر وقايت له انا اريان برونز بارونة ديفيد اتفاجئ الراجل اول ما سمع انها بنت برونز وقال لها تقدر ان انت تاخدي المنزل ده في تلتمية بس فرحت اريان وبصت لبن وزارته ايه رأيك قال لها تقصدي ايه لو بتتكلم عن الاستثمار فالمبنى اللي قابله احسن بس المنزل ده مش اختيار جايد دلوقتي قايت له اريان قريب قوي هيكون في قاعدة ترميم وتنظيم العاصمة والمنزل ده كمان هيكون ضمن الترميم ده قال لها ابن ما كنتش عارف تغربت اريان وقعت له هو انت هديك ده ليه ده بقى بيتك تفاجئ بينه وقال لها ايه انا اسف انا رافض ده ردت عليه اريان وعشان ايه بالضبط انت رافض قال لها لان ما فيش حاجة في العالم ده بدون ثمن وانت عارفة ان انا مش هقدر اسدد التفروز ده دلوقتي وكمان انا مش عارف ايه نواياك بالضبط انت في النهاية زي كل النبلاء حتى لو انت رصيفة معايا النهاردة ممكن جدا بكرة تدرديني لمجرد ان مزاجك مش كويس النهاردة بصيت له اريان بنظرتها الشريرة وقفيته وقايت له انت ملكش حق تاخد القرار انا قلت انك هتايش هنا يعني هتايش هنا ومن دلوقتي ياريت تبطل الكلام اللي عميك اللي انت بتقوله ده ياريت كمان تبطل تنتقدني وفي ساعتها اتراجع بني في لحظة واحدة عن شعاراته وقال لها اي حاجة هتقوليها بارونا هنفسها ده حكت اريان وقايت له وقل كده تاني لأ اي حاجة هتقولها بارونا هنفسها قلت له لأ لأ قول بس الكلمة الاولانية فكر بانه ورح قال لها بارونا افتكر اريان انها بعد محاصرة على اللقب تم الاعلان في الامبراطورية كلها وتم الاعتراف بيها كشخص مستقل وكمان حمايتها بقت مضمونة من العيلة الملكة عموما اريان دلوقتي بقت غريبة تماما عن الكونت برونز الى جانب انها كمان بقت بتحصل على معاشطها عقودي بس الوضع مش هيمشي بالسهل بعد حصلها على اللقب احلام اريان الوردية خلتها تفتكر انها هتحصل على اراضي ممتلكات زي النبلاء التانين بس للأسف اكتشفت ان الاقليم اللي هي بارونا فيه عنده مشاكل مالية كتير جدا ومش كده وبس هي لازم كمان تدفع الف كتعة زهبية نيابة عن الاقليم اتعصبت اريان وفضلت تشتم في النبلاء وتقول كنت عارفة انتوا هتحملوا فيها كده كل ده عشان اخطت اللقب غصبا عنكم وكرت اريان انه مش مهم كده كده مش تلزم يكون عندها اقطاعية عشان تديرها كفاية قوي عليها اللقب والمعاشط تقعودي قالت اريان لبين اعتقد ان احنا كده خلاص خلصنا العقل يلا عشان ناكل مادلين قالت ان فيه مطعم جديد فتح قريب وفعلا رحل مطعم وشترت اريان وهي خرجها كروسونة توت لاخوات بين شكرها بني جدا عن لطفها ولحد دلوقتي اليوم طبيعي جدا بس طبعا استحالة يكون يوم اريان خالي من الاكشن وهما ماشيين في الطريق يخبطها واحد كان بيجري في الزقوق وقال لها ان هو آسف بس بلحظة غريبة صابت اريان وقالت اكيد اجنبي واتضيق جدا لان هو ما اعتذر لهاش بشكل مناسب شوف بني دم على هدوم اريان ويقول لها بارونا هو انت تأزيتي ردت اريان لأ ده مجرد دم هو الشخص اللي ماشي ده كان مصاب ستفكر اريان ان ده غريب الشخص ده لو مصاب حقيقي هيكون في بقع دم طول الطريق بس الدم بس على هدومه وقالت لنفسها اظن ان ريحة الدم خارجة قوية جدا من الزقوق ده في حاجة اكيد حصلت في الزقوق تبص اريان على الزقوق وتفكر بغض النظر عن الفضولي الشديد اللي عندي بس هو انا اللي بعمل حاجة واضح جدا انها خطيرة بالشكل ده انا ممكن عادي ارجع للأسر واحكي المدنة اللي حصل وانا كمان في منتهى السعيدة بس ازاي لازم طبعا اريان تورت نفسها وفعلا قررت اريان انها تدخل الزقوق بنفسها ده حتى بنت رعب اول ما شاف الزقوق وقالها هو ليه لعالم جوا الزقوق جير برا كده تماما مسكت اريان مسدسها واتريت عليه وقالت له طب خلي بالك من نفسك بقى وما تجيش ورايا بس طبعا جه بينه وراها بلها ان في رحة الدم قوية قوي جاية من هناك سألته اريان هوا انت تعرف اقرب عيادة من هنا فين اظن ان احنا هتواجهنا حر الطوارئ قريب جدا وفعلا تلها مرمي على الارض الامير باكو وتلها متصاب اصابه جديدة جدا نقليته اريان وبين لطبيب والطبيب قال لهم ان الطعنة كانت شديدة جدا وده تسبب في ضرر في الاعضاء الداخلية بصيت اريان للطبيب بحدة وقيت له انقذه لازم يفضل عايش مهما حصل قلت عليها الطبيب بحدة وقال لها لو عايزت انقذ حياته يا ريت ما تدخلش في شغلي بس خليكي جنبه كده فكرت اريان ان دلوقتي مش مهم مين اللي عمل كده فيه بس فكرة ان الامير الطعن في امبراطورية هاربيون هي دي بس هتكون الحاجة المهمة وفتكرت لما كانت في الزقاق مع باكو ظهر لها السردل وطبعا السردل هو لانقذ الامير باكو ونقله للعيادة فكرت اريان ايه اللي هيحصل لو الامير باكو ده مات طبعا غيرت ازمة الدبلوماسية اللي هتحصل في الامبراطورية كلها احتمالية وجود حرب بين الامبراطوريتين هتبقى مرتفعة جدا قطع الطبيب افكاره وقال لها ان غيرت الجرح بس ما فيش ضمان ان هو يفضل عايش تحصبت اريان وقيت لها انا قلت لك ان هو ما ينفعش يموت وهددت للطبيب ان هو لو انقص حياته هو كمان هيموت يرد عليها الطبيب بمنتال هدوء ان مش بيتي حاجة بس اتمنى ان هو يصمت اتدخل بين بينهم وقال لها بارونا انا حضرت عربة تقدر ان انت تغدري دلوقتي طلبت اريان من السر دل ان هو ينقل باكر العربة وراح اتخرجت اريان فلوس وديتها للطبيب وقالت له ان هو ينسى تماما للي حصل النهاردة لان هو اكيد مش هيكون اامن لو انتشرت الشقاعة بصلها للطبيب وقال لها انها تكون حذرة لان زقاك مش اامن تماما بصلت له اريان وقالت له ما تقلقش علي ومشيت اريان وبعد ما مشيت اريان طلع الطبيب سجار منجيبه وقال ومين قال انا بقى على حياتك نرجع بقى للقصر شارت كان قاعد مستني اريان وهو بيفكر هيقول ايه الاريان لما ترجع عن الحصل امبارح بس وهو بيفكر سمع صوت اريان وهي بتدخل القصر وعملت اندهله قامت شارت الجري وراح يشوفها لها قدام معرفستانها قالت له اريان انت وصك في كل الموظفين الدقية رد عليها شارت ان كل الموظفين القصر بيشتغلوا هنا من زمان تقدر انها تصك فيهم حكيت له اريان عن الحصل وقالت ان باكو مصاب معها في العربة دلوقتي ومحتاج لطبيب بسيت شارت للخدم بتاعه وطلب من الخدم بتاعه يختار قوضة بعيدة تماما عن اللي لي وينقل فيها الامير باكو وكمان يستطيع طبيب وبصل اريان قال لها ان هو لازم يروح للقصر الامبراطوري حالا لازم يستهده في حالة وفاة الامير باكو سكتة اريان فكرت انها بجد بتتمنى ان الامير باكو مايموتش نرجع بقى نشوف هو ايه اللي حصل بالزبط للامير باكو خلا كده لما الامير باكو كان في الزقاك سأله المرافق بتاعه هو انت ليه في مكان زي ده رد عليه باكو لانه مكان هادي وكمان مكان مثالي جدا لمقابلة اشهاص جداد كمل باكو هو ايه رأيك ان انت تبطل تخفيه اتضم المرافق بتاعه وقال له ايه رد باكو هو انت فاكر ان انا مش هعرف ولا ايه هو انا بصراحة معرفش مين امرت بكده بس لانا متأكد منه ان انت ليه مارك تاني غيري استسلم المرافق ورد عليه فعلا من الصعب جدا خده على الامير باكو وصله المرافق بحده وقال له ده امر الامبراطور انه هو مش هايز حد تاني يكون منفس لها العرش اتمنى يكون الملخص عجبكم وزي ما اتفقنا ده هيكون اخر بارت لحد ما تجمع كام شابتر كده من مؤلفة ونعمل بارت جديد تبلغ الخادمة اريان ان الامير باكو بدأ يفوق وفعلا يفوق باكو وتدخل عليه اريان وتقول له اخيرا انت فقت ما تتحركش بقى عشان الجرح ما يفتحش يبصلها باكو ويقول لها باستغراب انتي ترد عليه اريان انت دلوقتي في مقر اقامة دو كاين وبقى لك يومين فقد الوعي يفتكر باكو ان اريان حقيقي هي اللي ساعدته وانقصت حياته تعرب منه اريان وتبصله بنظرات التهم وتسأله هو ايه اللي حصلت بالزبط وايه اللي جابك اصلا الامبراطورية هاربيون يرد عليها باكو انا جيت هنا بس عشان اقويل علاقات مع الامبراطورية ومش جاي عشان اعمل مشاكل هنا صدقيني تسأله اريان انت عارف مين اللي عمل معك كده صح رد عليها باكو بخجل اللي عمل كده مش من شعب هاربيون قايت له اريان يبقى من سليتمن مش كده في نفس اليوم ده انا قبلت واحد من سليتمن وهو بيجري ومتغطي بالدم وكملت اريان ده معناه ان سليتمن عايزة هي اللي تبدأ الحرب مش كده طلب منها باكو انها تساعده في ان هو يرسل رسالة وده ممكن يوفر لهم وقت شوية يدخل عليهم دوك كيين ويبلغ الامير باكو ان الامبراطور عايز يقبله يرد عليه باكو انه للأسف هو مش في حالة تساعده ان هو يقبل الامبراطور اطحمه الامبراطور ودخل وقال علشان كده انا جيت بنفسي ورح طلب من اريان واتشارت ان هم يخرجوا من الغرفة عشان يعرف يتكلم مع الامير باكو كويس وفعلا يخرج اتشارت واريان قعد الامبراطور مع الامير باكو وحكاله الامير باكو كل حاجة سمع الامبراطور كل الحكاية وبعد كده قاله قموما انا عارف ان انا لو سألتك اكتر من كده انت مش حكاية رد باكو انا قلت لك كل حاجة قاله الامبراطور تمام انا حمشي دلوقتي وتمنى بجد ان وجودك هنا يعطل الحرب شوية نروح بقى لتشارت واريان اللي قعدوا دم القوضة اللي فيها الامبراطور وباكو دور اريان لتشارت هيكون في حرب سواء بكو حي ولا ميت وتظهر تشارت هو انت عندك خطة ومش كده رد عليها تشارت اكيد طبعا بس في الحقيقة تشارت معدوش قطة ولا حاجة لمقرد كلام بس عشان يطمن اريان دول الوقت كان بيقول لنبلاء ان فيه اشعاعات ان كليتمن بتجهز لحربة الدنة بس ما حدش كان مهتم باللي هو بيقوله ولحقت بصوت عالي اخبية اخبية فتخضى اريان وتقول له ايه؟ تقصلك ايه؟ رد عليها تشارت ولا حاجة كنت بكلم نفسي حطت اريان اتهبين حواجبه وقايت له هيكون هنا فيه تجايد وهتعجز بدري رد عليها تشارت وقال لها وانتي كمان هيكون عندك تجايد وراح تسمي لها تشارت وقال لها ما تخفيش الزهاف هيتم بشكل كويس تغربت اريان وقايت له انت بتقول كده عشان سجل لتكونت برونز؟ لو قامت حرب انا عندي خطط الخاصة برضو من تقلقش على السجل ردت تشارت انا ببقولش كده عشان السجل اصلا لو قامت حرب انا هكون اول واحد في ساحة المغركة لان ده المكان اللي انا لازم اكون فيه سألته اريان لو قامت حرب هتقعد فيها كم سنة ردت تشارت ان الحرب دي هتكون صعبة جدا خاصة يعني ان العدو هو كليتمن علشان كده هتستمر المدة طويلة سكيت تشارت وفكر حتى لو كان العقد اللي بيننا مدته سنة واحدة بس والزواج ده مزيف بس فعلا انا عايزة تجاوز اريان خلصت اريان مع تشارت وكررت اريان انها تخرج للتصوق عشان الفرح قرب بس زي ما احنا عارفين اريان هي مش زي اي عروسة تروح تشتري فساتين والكلام ده لا طبعا بدل ما تستعد للزفاف قررت انها تستعد للحرب وبدل الفساتين هتشتري رصاص بالفلوس اللي معها وفكرت انها على اقل تقدر انها تحمي نفسها لما تقوم الحرب استعد اريان للتصوق وتاخد معها بينه ومدلين مدلين كانت فرحانة جدا ان اريان هترجع تاخدها تاني معها للتصوق يقول لها بين هو انت هتخرج للتصوق تاني فجأة كده عايزة تشتري ايه تاني المراضي المرة اللي فاتت تشتريتي بتان رفعت اريان المسدس وقيت له ايه رائق في ده حلو مش كده استغرب بينه مفهمش فكرت اريان انا اقه بحب الفلوس بس انا مش عبيتها يعني مش حارف اصل فلوسي فين بصت مدلين من العربة وقالت لأريان احنا قطعنا مسافة كبيرة جدا بصت لأريان بحماسه وكملت بارونا ايه رائك ان احنا نروح لسالون جابريل ده لسه فاتحينه جديد وبيقول ان المبنى رائع جدا ردت اريان انا ما عنديش وقت فكرت اريان احنا فضع صعب جدا والحرب ممكن تقوم في اي وقت هيكون وحش قوي ان يتم التعامل معايا كشخص مصرف مش بيعرف يقدر الموقف بصت اريان من الشباك لقيت ليلي رايحة صاروني الفن تغربت اريان وقالت وهي رايحة ليه ناك في الحقيقة السبب ان ليلي تروح الصاروني الفني عشان هي عملة ترسم في قدتها تفاجت بان ألوانها خلصت ورعد عشان تشتري جرهم واضح جدا انها سمعت كلام الدوكة ورجعت اهتم تاني بالرسم المعام نرجع تانيا اريان لقلها الحارس انهم وصلوا خلاص طبعا اريان راحت لمتجرها المفضل اللي هو بالزبط كده متجر الاسلحة وطربت من صاحب المحل انها تشتري كل الاسلحة لفي المتجر كمان سألته وهو فيه كمان في المغزن ساعتها يتصدم صاحب المحل وتتصدم مادلن وبنت ويتصدم المشاهدين جميعا صراحة هم عندهم حق عادة الموقف ده بيحصل ان البطل يدخل يشتري كل الفساتين البطلة مش البطلة تدخل تشتري كل الاسلحة غريبة شوية دي امو يرد عليها البائع ويقول لها انتي مهما كنت نبي ده ما يفعش تشتري كل العدد ده من الاسلحة هو انتي معك تصريح خرجت اريان وراء وقالت له ده ختم السيدة كاين والامير رودن اللي دعموني وفق على قراري اصدم البائع وقال لها حاضر هحضرهم حالا اصدم السر دي اللي ويفكر يدفعت اكتر من 20 الف قطعة ذهبية بس عشان تشتري اسلحة يا الفلوز دي مش كتير جدا انها تدفعها عشان تحمي نفسها بس وراح سيقالها السر دي هو انتي ليه بتشتري كل الاسلحة دي بسطلو اريان وقالت له لو قامت حرب الجنود هيقوموا بشغلهم بس هوا المدنيين اللي هيتجروا ساحة المعركة هيبقى برضو عندهم القدر ان هما يدفع عن نفسهم اظن مش كفاية الدرع والرماح علشان يعرفوا يدفع عن نفسهم احتضر لها السر دي اللي وفكر انا لو شكيت فيها دلوقتي هتمي استبعالي من مرفقتها بصيت اريان اللي بيننا وقايت له خلينا نروح للحداد دلوقتي وفعلا يروح للحداد يقول لهم الحداد هوا انتم صحيني من بدر لي كده ولاي اريان قدامه يقول لها ما كنتش متوقع ان انا اشوفك مرة تانية بس هوا انت جاي هنا ليه شكرته اريان وقايت له بفضلك الشخص المصاب نجا واضح ان رسانك تقيل جدا مش بتتكلم كتير كنت فاكرة ان هيكون فيه اشعات منتشرة رضي عليها الحداد انا مش عارف انت تتكلم عن ايه بالضبط رضت عليها اريان تمام انت فعلا بتعرف تختاري الكلام اللي انت تقوله وخرجت كيس من الدهب ويده تقوله وهم واقفين سموا وناس بيقول يسكت انه بلاء تسعى اريان هو فيه ايه يرد عليها الحداد دي مظاهرات ضد الدرائب الجديدة دخل بينه وقال لها الناس بتتظاهر قدام الصالون تتغرب اريان وتقول صالون جابريل تفكر هو دفع اطارة كامعة للصالون ده عشان الناس تتظاهر كده يخرج الحداد مسدس ويدهولها ويقول لها خدي من فضلك ممكن ينقص حياتك ولو مرة واحدة بس تستغرب اريان وتقوله مش سهل ابدا ع المدنيين ان هم يحصلوا على سلاح وانت جبت منين السلاح ده وانت مش شايف الناس بتحتاج برا قال لها الحداد انا مجرد حداد عادي زي ما انت شايفها يريد بس تتقبل اهديتي استغربت اريان وقيت له وانت بقى بتدهني ليه قال لها ده منقبل الفلوس الكتير لانت تتهيلي الموضوع مش اكتر من سريح هندد تهولك بس عشان مش بيستخدمه خددته اريان وقيت له تمام وانا هقبل الهدية يروح بقى لتشارت اللي كان بيفكر ان لما تقوم الحرب كل انه بلاقه يقربوا من انتزامتهم ساعتها هيدطروا بقى ان هم يلقوا سكان المقاطعات من العامة بس مع الاسف المقاطعات دلوقتي حاليتها سيئة جدا واسوأ المقاطعات هي مقاطعة كونت برونز ومقاطعة كونت غارنر وفيدلي فكر انه مكان في الامبراطورية بالضبط في وضع سكان افضل رجع تشارت راسه الوارا وفكر لا محتاج اريان قوي دلوقتي بس اكيد زمنها دلوقتي بتتسوق وفكر يا ترى لوحدها دلوقتي ونرجع سوا نرجع بقى الاريان اللي كانت لسه في رحلة تسوقها فجأة لقيت حد بندح عليها ويقولها اريان برونز ترد عليه اريان وتقوله لو عايز تندهلي يقولي اريان دويت مش اريان برونز الله الراجل انت متستحقيش اللقب ده رجع اللقب للعلان الامبراطورية فورا بتنرفز اريان وتقوله باستنكار هو بيقوله الراجل ده بالضبط وبكده بقى يكون انتهى الموسم الاول وطبعا احنا في انتظار الموسم التاني اول ما ينزل هنلخصه على طول اتفرجوا بقى منههات الجديدة استنولي في الحلقة الجاية مش هتاخر عليكم باي